بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناقفة أن تقدم لكم هذه المات مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية قلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه الشيخ السيد محمود شقري الألوكي من مطبعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للدين المبين وأنار لنا الطريق المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أما بعد فيقول العبد المفتقر إلى عفو الله وعفانه محمود شقري الألوكي البغداني كان الله تعالى له وأحسن عمله إني قد وقفت على رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائل تشتمن على محو مئة مسألة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين وهي أمير اتبعوها ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخذت عن نبي من النبيين أنسها الأمام محي الصلة ومدبر الشريعة النبوية أبو عبد الله محمد بن عبد الوحاب الملدي الحمدري تغمده الله تعالى برحمته فرأيتها في غاية إيجاز بل كانت تعد من قبير الألغاز قد عبر عن كثير منها بابارة مجملة وأتى فيها بذلائلة ليست بمشروحة ولا مفصلة حتى إن من ينظرها لا يظن أنها فهرس كتاب قد عدت فيه المسائل من غير فصول ولا أبواب والاجتماع لها على تلك المسائل المهمة والآخذة بيد المتمسك لها إلى منازل الرحمة أحببت أن أعلق عليها شرحا يفصل مجملها ويكشف مغضلها من غير إيجاز مخل ولا إطماع من من مقتصرا فيه على أوضح الأقوال ومبينا ما يورده من برهان ودليل عسى الله أن ينفع بذلك المسلمين ويهدي به من يشاء من عباد هذه مسائل خالفة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل جاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى لمسلم عن معرفتها فالضب يظهر حسنه الضب وضب ضبها تتميز الأسياء وأهم ما فيها وأشده خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان دين الجاهلية والإيمان به تمت الخسارة ولياب بالله تعالى كما قال تعالى والذين آمنوا بالباكل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون دعاء الصالحين المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى وعبادته ويعون ذلك من تعظيم الصالحين الذين يحبه الله ويريدون بذلك شفاعتهم عند الله لظنهم أنهم يحبون ذلك كما قال تعالى في أوائل الزمر إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَكُ الدِّينِ أَنَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِفُ وَالَّذِينَ اتَّخَبُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءً أَنَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيْقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ غِرْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْمَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ وقال تعالى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْطَعُهُمْ وَيَقْتُولُونَ هَائِلَاءِ شُفَعَائِنَا عَنْدَ اللَّهِ وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص ويخبرهم أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد شواه ويخبر أن من فعل ما يستحسن له فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه المسألة هي الدين كله ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى في البقرة يقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله التفرق الثانية أنهم متفرقون ورغل السم على الطاعة مهانة ورغالة فأمرهم الله بالاجتماع ومهاهم عن التفرقة فقال عز ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى ففرة من النار فأنقذ كل منها كذلك يبين الله لكم آياته لعنكم تهتدون يقال أراد سبحانه بما ذكر ما كان بين الأوس والخزر جن الحروب التي تقاولت مئة وعشرين سنة إلى أن ألف سبحانه بينهم بالإسلام فزالت الأحقاد قاله ابن إسحاق وكان يوم بعاف آخر الحروب التي جرت بينهم وقد فصل ذلك في الكامل ومن الناس من يقول أراد ما كان بين مشرك العرب من التناجع الطويل والقتال العريض ومنه حرب البسوس كما يقل عن الحسن رضي الله عنه وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نسمعوا وأطيعوا إلى غير ذلك من الآيات الكريمة أنها ستطيع على النهي عن الاستبداد والتفرق وعدم للقياد والتاعة مما كان عليه أهل الجاهلية مخالفة ولي الأمر الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم للقياد له عندهم فضيلة وبعضهم يجعله دينا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وعمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والمسيحة لهم وغلب في ذلك وأبد وأعاد وهذه الثلاث هي التي ورد فيها ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وروا البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية وروا أيضا عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على أبادة ابن الصامك وهو مريض فقلنا أصبحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع أمر أهله إلا أن يكون كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية التقليد الرابعة الذي له مبني على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار من الأولين والآخرين كما قال تعالى في الزخرف وتذلك ما أرسلنا من صبك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فأمرهم الله تعالى بقوله في سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما أنسينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إلى غير ذلك مما يدل على أن أهل الجاهلية كانوا في ربقة التقليد لا يحكمون لهم رأيا ولا يشغلون فكرا فلذلك تاه في أودية الجهالة وهكذا كل من فلك مسلكهم في أي عصر كان الاقتداء بالعالم الفاسق أو العابد الجاهل الخامسة الاقتداء بفسقة أهل العلم وجخالهم وعبادهم فحذرهم الله تعالى من ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد يضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل إلى آيات أخرى تنادي ببطلان الاقتداء بالفساقي وأهل الضلالة والغي وذلك من سنن أهل الجاهلية وترائقهم الموجه الاحتجاج بما كان عليه الآباء بلا دليل السادسة الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السالفة من غير تحكيم العقل والأخذ بالدليل الصحيح وقد أبطل الله تعالى قال ذلك بقوله في سورة طاها قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها شبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا ورعوا أنعمكم إلى آخرة وقال تعالى في القصص فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال عز ذكره في سورة المؤمنين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين تفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين وقال تعالى في صاد وانطلق الملأ منهم أننشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فجعلوا مدار احتجاجهم على عدم قبول ما جاءت به الرسل أنه لم يكن عليه أسلافهم ولا يعرفوه منهم فانظر إلى سوء مداركهم وجمول قرائحهم ولو كانت لهم أعين يبصرون بها أو آذان يسمعون بها لعرفوا الحق بدليله وانقادوا لليقين من غير تعليله وهكذا أخلافهم ووراثهم قد تشابهت قلوبهم الاحتجاج على الحق بقلة أهله السابعة الاعتماد على الكفرة والاحتجاج بالسواد الأعظم والاحتجاج على بطلان الشيء بقلة أهله فأنزل الله تعالى ضد ذلك وما يبطله فقال في الأنعام وإن تتع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فالكثرة على خلاف الحق لا تستوجب العدول عن اتباعه لمن كان له بصيرة وقلب فالحق أحق بالاتباع وإن قل أنصاره كما قال تعالى قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم فأخبر الله عن أهل الحق أنهم قليلون غير أن القلة لا تدرهم تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل فالمقصود أن من له بصيرة ينظر إلى الدليل ويأخذ ما يستنتجه المرهان وإن قلن عارفون به المنقادون له ومن أخذ ما عليه الأكثر وما ألفته العامة من غير نظر لدليل فهو مخطئ سلك سبيل الجاهلية مقدوح عند أهل البصائر الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بكونه غريبا فرد الله تعالى ذلك بقوله في هود فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ومعنى الآية فلولا كان تحضيض فيه معنى التفجع أي فهل لا كان من القرون أي الأقوام المقتربة في زمان واحد من قبلكم أولو بقية أي ذو خصلة باقية من الرأي والعقل أو ذو فضل على أن يكون البقية اسما للفضل وانهاء للنقل ومن هنا يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم ومنه قولهم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا ينهون عن الفساد في الأرض الواقع فيما بينهم حسب ما ذكر في قصصهم وفسر الفساد بالكفر وما اقترن به من المعاصي إلا قليلا ممن أنجينا منهم استثناء منقطع أي ولكن قليلا منهم أنجينا لكونهم كانوا ينهون فانخدع أهل القوة والحيلة بقوتهم وحيلتهم التاسعة الاستدلال على المطلوب والاحتجاج بقوم اعطوا من القوة في الفهم والإبراك وفي القدرة والملك ظنا أن ذلك ينعهم من الضلال فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله سبحانه في الأحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئلة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئلتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ومعنى الآية ولقد مكناهم أي قوينا عادا وأقدرناهم وما في قوله تعالى فيما إن مكناكم فيه موصولة أو موصوفة وإن نافية أي في الذي أو في شيء ما مكناكم فيه من الساعة والبسطة وطول الأعمار وسائر مبادئ التصرفات كما في قوله تعالى في الأنعام ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ولم يكن النفي بلفظنا كراهة لتكرير اللفظ وإن اختلف المعنى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوها فيما خلقت له ويعرف لكل منها ما نيقت به معرفته من فنون النعم ويستدلوا بها على شؤون منعنها عز وجل ويداوموا على شكره جل ثناؤه فما أغنى عنهم سموهم حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل ولا أبصارهم حيث لم يجتلوا بها الآيات التكوينية المرسومة في صحائف العالم ولا أفئدتهم حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى من شيء أي شيئا من الأشياء ومن مزيد للتوكيد وقوله إذ كانوا يجحدون بآيات الله تعليم للنفي وحاق بهم ما كانوا به يستاجئون من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء ويقولون فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فهذه الآية تدقل الاحتجاج بالقوم أعطوا ما أعطوا من القوة في الفهم والإدراك وفي القدرة والملك ظنا أن ذلك يمنعهم من الضلال ألا ترى أن قوم عاد كما أخبر عنهم التنزيل كانوا من القوة والبسطة في الأموال والأبدان والإدراك وسعة الأذهان وغير ذلك مما لم يكن مثله للعرب الذين أدركوا الإسلام ومع ذلك ضلوا عن سواء السبيل وتذبوا الرسل بالأباطيل فالتوفيق للإيمان بالله ورسله والإذعان للحق وسلوك شبله إنما هو فضل من الله تعالى لا لكثرة مال ولا لحسن حال ومن يرد الحق ويستدل بكون من هو أحسن حالا منه لم يقبله ولم يحكم عقله ويتبع ما يوصله الإيمان إليه الدليل فقد سلك سبيل الجاهلية وحاد عن المحجة المرضية ومثل هذه الآية قوله تعالى في شورة البقرة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين كان اليهود يعلمون من كتبهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله سيرسل نبيا كريما من العرب وكانوا قبل بعثته يستفتحون على المشركين ببعثته ويقولون يا ربنا أرسل النبي الموعودا إرساله حتى من تصر على الأعباء فلما جاءهم ما عرفوا وهو محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم أن تكون النبوة في العرب وهم بزعمهم أحسن أثاثا ورئيا ولم يعلموا أن النبوة والإيمان بها فضل من الله يؤتيه من يشاء ومثلها أيضا قوله تعالى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن سريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الضمير في قوله يعرفونه عائد على العلم في قوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين فكتمانهم الحق وعد مجريهم على مقتضى علمهم لما فيهم من الجاهلية والاعتقاد أن فضل الله مقصور عليهم لا يتعداهم إلى غيرهم وآية الأنعام موافقة لهذه الآية لفظا ومعنى وهي قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله سهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون انخداع أهل السروة بسروتهم العشرة الاستدلال بعطاء الدنيا على محبة الله تعالى قال سبحانه وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إلا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مفضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال في سورة القصص وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتلكون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وفي آيات أخرى في سورة القصص يقول الله سبحانه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتموء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون إلى آخر الآية فقد تفان الله تعالى إبطال هذه الخصلة الجاهلية بقوله في الآية الأولى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء وفي الآية الأخرى بقوله أولم يعلم أن الله إلى آخرة فعلمنا من ذلك أن محبة الله ورضاء الله إنما يكون بطاعته والانقياد لرسله والإذعان للحق لاتباع البرهان وأما تفرة المال وسعة الرزق وعيش الرخاء فلا دليل فيه على نجاة المنعمع عليه بمثل ذلك ولو كانت الدنيا وما فيها تعادل عند الله جناح بعوضة ما سقى من عصاه شربة ماء قال سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وعلى ذلك قول القائل كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا من فضلك تابع بقية المال ومما ينسب لبعض الأكابر رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يثنى عن قريب وإن العلم باقي لا يزال والشواهد كثيرة والمقصود أن ما كان عليه أهل الجاهلية من كون زخار في الدنيا من الأدلة على قرب من حازها من الله وقبوله عنده قول بعيد عن الحق ومذهب باطل لا ينبغي لمن له بصيرة أن يعول عليه الاستخفاف بالحق لضعف أهله الحادية عشرة الاستدلال على بطلان الشيء بأخذ الضعفاء به وضعف فهم من أخذ به على ما يدل عليه قول قوم نوح له كما حكاه عنهم الكتاب الكريم قال تعالى في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين فانظر إلى قوم نوحا كيف استنكفوا من اتباع نبيهم لسبب اتباع الضعفاء له وذلك لكون مطمح أنظارهم الدنيا وإلا لو كانت الآخرة همهم لاتبعوا الحق أينما وجدوه ولكن لجاهليتهم أعرضوا عن الحق لاتباع شهواتهم وانظر إلى هرقلة لما كان من العقل والبصيرة على جانب عظيم اعتقد اتباع الضعفاء دليلا على الحق فقال في جملة ما سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل ومثل ذلك قوله تعالى في سورة هود ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين الآيات واسم أمصار الحق بما ليس فيهم الثانية عشرة من خصال الجاهلية رمي من اتبع الحق بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فرد الله عليهم بقول نبيهم الذي حكاه الله عن نوح في الآية الأولى المذكورة في المسألة الحادية عشرة بقوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ومقصودهم أن أتبعك فقراء آمنوا بك لينالوا مقصدهم من العيش لا أن إيمانهم كان لدليل يقتضي صحة ما جئت به فلهذا رد عليهم بما رد التكبر عن نصرة الحق لأن أنصاره ضعفاء الثالثة عشرة من خصال الجاهلية الإعراض عن الدخول في الحق الذي دخل فيه الضعفاء تكبرا وأنفا فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله في سورة الأنعام ولا تكرد الذين يدعون ربهم بالغضاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطهدهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ومثل ذلك قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وغير ذلك وحاصل الرد أن من آمل من هؤلاء الضعفاء إنما كان إيمانه عن برهان لا كما زعم خصومهم ولست أنت بمسؤول عنهم ولا هم بمسؤولين عن حسابك فطردهم عن باب الإيمان من الظلم بمكان استدلالهم على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقا الرابعة عشرة الاستدلال على بطلان الشيء بكونهم أولى به لو كان حقا قال تعالى في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم بعد قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين جهلهم بالجامع والفارق الخامسة عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح وجهلهم بالجامع والفارق قال تعالى في سورة المؤمنين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين وقبل الآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه شروع في بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاعتبار فيما عدد سبحانه وتعالى من النعم قبل هذه الآية وتخويفهم من زوالها وفي ذلك تخويف لقريش وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص مما لا يخفى وجهه فقال متعطفا عليهم ومستميلا لهم إلى الحق يا قوم عبدوا الله أي عبدوه وحده ما لكم من إله غيره استئناف مسوق لتعليل العبادة المأمور بها أثلا تتقون الهمزة لإنكار الواقي واستقباحه والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أتعرفون ذلك؟ أي مضمون قوله تعالى ما لكم من إله غيره؟ أفلا تتقون عذابه تعالى الذي يستوجبه ما أنتم عليه من ترك عبادته سبحانه وحده وإشراككم به عز وجل في العبادة ما لا يستحق الوجود لو لا إيجاد الله إياه فضلا عن استحقاق العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما يوجبه فقال الملأ أي الأشراف الذين كفروا من قومه وصف الملأ بالكفر مع إشراك الكل فيه للإيذان بكمال عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه وليس المراد من ذلك إلا ذمهم دون التمييز عن أشراف آخرين آمنوا به عليه السلام أو لم يؤمن به أحد من أشرافهم كما يفصح عنه قوله ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراغلنا وهذا القول صدر منهم لعوامهم ما هذا إلا بشر مثلكم أي في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه وصفوه عليه السلام بذلك مبالغة في وضع رتبته العالية وحطها عن منصب النبوة وصفوه بقوله سبحانه وتعالى يريد أن يتفضل عليكم إغضابا للمخاطبين عليه عليه السلام وإغراءا لهم على معاداته والتفضل طلب الفضل وهو كناية عن السيادة كأنه قيل يريد أن يسودكم ويتقدمكم بالدعاء الرسالة مع كونه مثلكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته عليه السلام أي ولو شاء الله تعالى إرسال الرسول نأرسل رسلا من الملائكة وإنما قيل لأنزل لأن إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين هذا إشارة إلى الكلام المتضمن للمتضمن الأمر بعبادة الله عز وجل خاصة والكلام على تقدير مضاف أي ما سمعنا بمثل هذا الكلام في آبائنا الماضين قبل بعفته عليه السلام وقدر المضاف لأن عدم السماع لكلام نوح المذكور لا يصلح للرد فإن السماع لمثله كاف في القبول إن هو إلا رجل به جنة أي ما هو إلا رجل به جنون أو جن يخبلونه ولذلك يقول ما يقول فتربصوا به حتى حين فاحتملوه واصبروا عليه وانتظروا لعله يفيق مما هو فيه محمول على مرام أحوالهم في المكابرة والعناد واضرابهم عما وصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه بما ترى وهم يعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس عقلا وأرزلهم قولا وهو محمول على تناقض مقالاتهم الفاسدة قاتلهم الله تعالى أن لا يؤفكون والقياس الفاسد والصحيح والجامع والفارق مفصل في كتب الأصول في الهامش وأجود ما كتب في الاستدلال بالقياس وتمييز صحيحه من سقيمه كتاب القياس في الشرع الإسلامي لشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه الإمام بن القيم وقد طبعته المطبعة السلفية مرتين انتهى الهامش والقياس الفاسد والصحيح والجامع والفارق مفصل في كتب الأصول فبين الرسل عليهم السلام وسائر الناس مشابهة من جهة البشرية ولوازمها الضرورية فيصح حينئذ قياس الرسل على غيرهم فيها وعليه قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم وبين الرسل والأنبياء عليهم السلام وغيرهم من البشر فروق كثيرة منها أن الله تعالى اصطفاهم على الناس برسالته وبكلامه ووحيه وخصهم بذلك فلا يقاس أحد من الناس بهم حينئذ من فاذه الجهة كما لا يصح قياس غيرهم بهم في سائر خصائصهم التي فصلت في غير هذا الموضع فالجاهرية لم يميز بين القياس الصحيح والفاسد ولا يعرف الجامعة ولا الفارقة كما سمعت من قياسهم الرسل على غيرهم وهكذا أكبعهم اليوم ومن هو على شاكلتهم الغلو في الصالحين السادسة عشرة الغلو في الصالحين من العلماء والأولياء كقوله تعالى في سورة التوبة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كدها الكافرون فاتخاذوا أحبار الناس أربابا يحللون ويحرمون ويتصرفون في الكون وينادون في دفع در أو جلب نفع من جاهلية الكتابيين ثم صر إلى غيرهم من جاهلية العرب ولهم اليوم بقايا في مشارق الأرض والمغاربها تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث حتى نرى غالب الناس اليوم معرضين عن الله وعن دينه الذي ارتضاه متوغلين في البدع تائهين في أودية الضلال معادين للكتاب والشنة ومن قام بهما فأصبح الدين منهم في أمين والإسلام في بلاء مبين وحسبنا الله ونعم الوكيل الاعتذار بعدم الفهم السابعة عشرة اعتذارهم عن اتباع الوحي بعدم الفهم قال تعالى في سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا تذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وفي سورة النساء فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الغلف جمع أغلف كأحمر وحمر وهو الذي لا يفقه وأصله ذو القلفة الذي لم يختن أو جمع غلاف ويجمع على غنف بضمتين أيضا وأرادوا على الأول قلوبنا مغشات بأغشية خلقية مالعة عن نفوذ ما جئت به فيها وهذا كقولهم في سورة فصلة قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه قصدوا به إقناة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية ومنهم من قال معنى غلف مغشات بعلوم من التوراة تحفظها أن يصل إليها ما تأتي به أو بسلامة من الفطرة كذلك وعلى الثاني أنها أوعية العلم فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته قال ابن عباس وقتاله والسد أو مملوءة علما فلا تسمع فلا تسع بعد شيئا فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره ومنهم من قال أرادوا أنها أوعية العلم فكيف يحل لنا اتباع الأمي ولا يخفى بعده وقال تعالى في سورة هود ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوما نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنرأت فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وهذه الآية بمعنى الآية الأولى وقد كذبهم الله تعالى في دعواهم هذه في آيات كثيرة وذكر أن السبب في عدم الفهم إنما هو الطبع على القلوب بكفرهم لا القصور في البيان والتفهيم وما أحسن قول القائل في الهامش هو أبو العلاء المعري انتهى الهامش وما أحسن قول القائل والنجم تستصغر الأبصار صورته والذنب للطرف لا للنجم فالصغري انكارهم الحق الذي لا تقول به طائفتهم الثامنة عشرة من خصال الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ومعنى نؤمن بما أنزل علينا أي نستمر على الإيمان بالطورات وما في حكمها مما أنزل في تقرير حكمها ومرادهم بضمير المتكلم إما أنبياء بني إسرائيل وهو الظاهر وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس منهم وإما أنفسهم ومعنى الإنزال عليهم تكليفهم بما في المنزل من الأحكام وذموا على هذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن ودسائس اليهود مشهورة أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العامة ونزلوه على خاص هو الإيمان بما أنزل عليهم كما هو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه ويكفرون بما وراءه وهو الحق أي هم مقارنون لحقيقته أي عالمون بها مصدقا لما معهم لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا فالتصديق لازم لا ينتقل وقد قررت مضمون الخير لأنها كالاستدلال عليه ولهذا تضمنت رد قولهم مؤمن بما أنزل علينا حيث أن من لم يصدق بما وافقت ثوراتا لم يصدق بها قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك تبكيتا لهم حيث قتلوا الأنبياء مع الدعاء الإيمان بالتوراه وهي لا تسوّغه التمسك بخرافات السحر التاسعة عشرة من خصالهم لاعتياض عن كتاب الله تعالى بكتب السحر كما قال تعالى في سورة البقرة وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون والكلام على هذه الآية في التفاسير مشهور وهذه الخصلة الجاهلية موجودة اليوم في كثير من الناس لا سيما من انتسب إلى الصالحين وهم عنهم بمراحل فيتعاطى الأعمال السحرية من إنساك الحيات وضرب السلاح والدخول في النيران وغير ذلك مما وردت الشريعة بإبطاله فأعرضوا ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما ألقاه إليهم شياطينهم وادعوا أن ذلك من الكرامات مع أن الكرامة لا تصدر عن فاسق ومن يتعاطى تلك الأعمال فسقهم ظاهر للعيان ولذا اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وفي مثلهم قال تعالى في سورة الكهف الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا التناقض في الانتساب الأشرون تناقضهم في الانتساب فينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وإلى الإسلام مع إظهارهم طرت ذلك والانتساب إلى غيره صرف النصوص عن مبدولاتها الحادية والأشرون تحريف كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ولا تنفي هذا العصر من هو على شاكلتهم تراه يصرف النفوس ويؤولها إلى ما يشتهيه من الأهواء تحريف كتب الدين الثانية والعشرون تحريف العلماء لكتب الدين قال الله تعالى في سورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومن نظر إلى قضاة هذا الزمان وما تلاعبوا به من الأحكام وصرف النصوص إلى ما تهواه أنفسهم وتبديل الحق وإبطاله بما ينالونه من الرشا وغير ذلك مما هم عليه اليوم تبين له من ذلك بحر لا ساحل له وهكذا بعض المبتدعة وغلاة القبور وقد بين حالهم في غير هذا الموضع لانصراف عن هداية الدين إلى ما يخالفها الثالثة والعشرون وهي من أعجب المسائل والخصال معادات الدين الذي انتصبوا إليه أشد العداوة وموالاتهم لمذهب الكفار الذين فارقوهم أكمل الموالاة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهو من دين آل فرعون ومثل هؤلاء في الأمة الإسلامية كثير هجروا الشنة وعادوها ونصروا أقوال الفلاسفة وأحكامهم كفرهم بما مع غيرهم من الحق الرابعة والعشرون أنهم لما افترقوا وكل طائفة لا تقبل من الحق إلا ما قالته طائفتهم وتفروا بما مع غيرهم من الحق قال تعالى في سورة البقرة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولا شك أن هذا من خصال الجاهلية وعليه اليوم كثير من الناس لا يعتقد الحق إلا ما معه لا سيما أرباب المذاهب يرى كل أهل مذهب أن الدين معه لا يعدوه إلى غيره وكل حزب بما لديهم فرحون وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فالنفه الشيف محمد بن عبد الوهاب والحزب أن ينظر إلى الدليل فما قام عليه الدليل فهو الحق الحري أن يتلقى بالقبول وما ليس عليه برهان ولا حجة ينبذ وراء الظهور وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا من اصطفاه الله لرسالته إدعاء كل كائثة حسر الحق فيها الخامسة والعشرون أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واخدة إدعاء كل فرقة أنها هي الناجية كما حكم الله تعالى عن اليهود والنصارى في قوله تعالى في سورة البقرة وقالك اليهود ليست النصارى على شيء وقالك النصارى ليست اليهود على شيء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في آخر الحديث المراد من الفرقة الناجية فقال وهم من كان على مثل ما كنت أنا عليه وأصحابي أو كما قال ورب الله تعالى عليهم بقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماليهم قل هات برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسمع وجهه لله وهو محسن فله أبوه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل مقصور أن لهم ليس لهم برخان على هذه الدعوة بل الدليل على خلاف ذلك لعب العباس تقي الدين تكلم على حديث الفرق في كتابه من هذا السنة بما لا نزيد عليه حيث استدل ده الرافدي على حقية مذهبه وبقنان مذهب أهل الشنة فراجعه إن أردته انكار ما أقر أنه من دينهم السادسة والعشرون الذين أنكروا ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت فتعبدوا بإنكاره والبراءة منه مع ذلك الإقرار كما قال تعالى في سورة البقرة وارجعلنا البيت نثابة للناس وأمنا يتخذ من نقام إبراهيم مصلى إلى أن قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن قال له ربه أسلم هلأسلمت لرب العالمين لوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيا إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقال إن سبب نزول قوله ومن يرغب إلى آخرة ماريا أن عبدالله بن صمام دعا إبن أخيه صلمة ومهاجر إلى الإسلام فقال قد علمتنا أن الله تعالى قال في الثوراء إن مباعث من ولد إسماعيل مبيا اسمه أحمد فمن آمن به فقد اتبعه أشد ومن لم يؤمن به فهو ملعوم فأسلم سلمة وأبى مهاجر فنزلت انتهى المجاهرة لكشف العورات السابعة والعشرين المجاهرة بكشف العورات قال تعالى في شورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وما هو أمرنا بها قل إن الله لا يؤمر بالفحشاء أتقولون على البعض ما لا تعلمون كن أما ربي بالقسط لأعطيم ودوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعيدون قال بعض المفسرين الفاحشة هنا فعلة القبيحة المتناهية في القبح جتاء إما لأنها مدرات على الموصوف المؤنث أي فعلة فاحشة وإما بالنقل من الوصفية إلى الإسمية بل مرادبها هنا عبادة الأسمان وكشف العورة في الكياف ونحو ذلك وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة وفي الآية حرف أي وإذا فعلوا فاحشة فلهوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها محتجون بأمرين بتقليد الآباء والاختراء على الله وكان من شنة الحنسي أنهم لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات ثم لا يقفون بالمجدلسة وكانوا لا يسلئون ولا يأتقون ولا يرتبطون عنزا ولا بقرة ولا يغذلون صوفا ولا وبرا ولا يدخلون بيتا من الشعر والمدر وإنما يكتنون بالقبال الحمر في الأشهر الحرم ثم فرضوا على العرب قاكبة أن يترحوا أزواب الحل إذا دخل الحرم وأن يتركوا ثيابا حل ويستبدلوها بثياب الحرم إما شراءا وإما عارية وإما هبة فإن وجدوا ذلك فيها وإما قافوا بالبيت عارية وفرضوا على نساء العرب مثل ذلك غير أن المرأة كانت تقيف في برج مفرد القوائل والمآخير قالت امرأة وهي تقيف بالبيت في الهانش هي جداعة بنت عامر بن فعصع بنتان هانش قالت امرأة وهي تقيف بالبيت الوين يبدو بعضه أي كله وما بدى منه سناء حمده أخشم مثل القوضباب غله كأن حمى خيبر تمن به وكان لسي العرب أن يفيدوا من مزدرفه وقد كانوا يفيدون من عرفه إلى غير ذلك أن الأمور التي اتبعوها يتشرعوها مما لم يأذن به الله ومع ذلك أنهم كانوا يبدعون أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم عليه السلام ومع ذلك إلا لجاهديتهم وغالب من ينتمي إلى الإسلام اليوم اتبعوا في الدين ما لم يأذن به الله فمنهم من اتخذ برب المعاذف وآلات الله وعبادتهم يتعبدون بها في بيوت الله ومساجده ومنهم من اتخذ التواف على القبور والسفر إليها والنظور أخلص عبادته وأفضل قرباته ومنهم من اتبع الرحبانية والحين الشيطانية وزعم أنه سلك سبيل الزخاد وطريق العباد ومقصده أن أعلى ميل شهواته والحيوانية والفيض بها بهذه الدنيا الدنيا إلى غير ذلك مما يكون ولا يعلم ماذا يقول إلى دياني يوم الدين نمدي وعند الناس تجتمع الخصوم التعبد بتحريم الحناد الشامنة والآخرين التعبد بتحريم الحناد فرب الله تعالى عليهم ذلك بقوله تعالى في سورة الأعراض يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يقولوا يشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين كن من حرم ذين التضباه التي أخرج لعباده والتيبات من الرزق كن هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة اليوم القيامة كذلك نفسر الآيات بقيم يعلمون كن إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بكم وانقفن ينبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمهم ومعنا الآيات يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أو ثيابكم بمواراة عوراتكم عند قياف أو سلاة وصل بالنزول أنه كان أناس من الأعراض يكيفون بالبيت يوراه حتى أن كانت المرأة لا تكيفه البيت وهي أريانة فتعلق على سفلها شعورا مثل هذه الشعور التي تكون على وجه الحمر من الزباب وهي تقول اليوم يبدو بعده أي كله وما بدى منه فلا أحله فأنزل الله هذه الآية وكل يشربوا قال الكلب كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون بسما في أيام حجهم يعلمون بذلك حجهم فقال المسلمين يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله تعالى الطاية وفيه يظهر وضه ذكر الأكل والشراب هنا ولا تشرفوا بتحرين الحمال كما هو المناسب لسبب النزول إنه لا يحب المسرفين بل يبغدهم ولا يرضى أفعالهم كل من حرم ذينة الله التي أخرج العبادة من الثياب وكل ما يتجمل به وخلقه لنفعهم من الثياب كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والسوف والتولات من الرزق أي المستنذات وكل المحللات ومن المآكل والمشارب كنحم الشاك وشحنها ونبنها كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي هي لهم بالأسالة لنزيد كرامتهم على الله تعالى والكثرة وإن شاركوهم فيها فبالتبع فلا إشكال فيه باختصاص خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم فيها غيرهم كذلك نفصل الآيات لقيم يعلمون أي مثل تفصيلنا هذا الحد لفصل سائر الأحكام لن يعلم ما في تباويلها من المعاني الرائقة قل إنما حرم ربيا سياحشة أي ما تزايدك بحظه من المعاصي ومنهما يتعلق بالفروج وما ظهر منها وما بقل بدل من السياحش أي جهرها وسرها وعن البعض ما ظهر الزنا عمانية وما بقنا الزنا شرا وكانوا يكرهون الأول ويسعدون الثاني سمدوا عن ذلك مطلقا وعن مجاذب ما ظهر التعريف القواف وما بقنا الزنا والبعض يقول الأول قواف الرجال بالنهار والثاني قواف المسائب الليل عاريات والإث أي ما يوجد الإثنى وأسمه الزن ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الزن وذكر للتعميم بعد التغفير بلاء على ما تقدم من معنى الفياحش ومنهم من قال إن الإثم هو الخمر وعليه أهل الله وأنشدوا له قول الشاعر ما هذا يا رسول الله أن نقرب الزنا وأن نشرم الإثم الذي يوجد الوزراء وقيل الآخر شربت الإثم حتى بل عقلي كذلك الإثم يذهب بالعقول والبغض غير الحق وهي الظلم والاستثالة على الناس بعفرد بالذكر دماء على التعميم فيما قبله أو دخوله في الفياحش للمبانغة في الزجر عنه لأن تفرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا لأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون بالإنحاد في صفاته والاستراء عليه في قولهم في سوعة الأعراف لأن الله أنعنا بها ولا يحسى أنه تصوفة جمالنا على هذه الخصنة الجاهلية فقد حرمي على أنفسهم زينة النار والطيبات من الرزق ليعتقد الناس سلاحهم واتدع الخلوات والرياضات لغير ذارك من شعائرهم في المأكل والمنبس وصائر شؤونهم وما دروا أنهم بذارك من القوم الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يفسنون سنعا الإنحاد في أسماء الله سبحانه وصفاته التاسعة والأخرين الإنحاد في أسمائه وصفاته قال سبحانه في شورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه لها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في زين ما كانوا يعلمون تفسير هذه الآية والله الأسماء الحسنى تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيفية المعاملة مع المخدين بذلك الغافلين عنه سبحانه وعما يليك بشأنه إفرى ديام رحمتهم التامة ودلالتهم التامة فادعوه لها إما من الدعوة بمعنى التسمية تقولهم دعوته زيدا أي زيدا أي سميته أو الدعاء بمعنى المداء تقولهم دعوت زيدا أي ناضيته وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون ويمحرفون فيها عن الحق إلى الباطل يقال ألحد إذا مال عن القفض والاستقامة ومنه لحظ القبر لتومينه في جانبه بخراف الضريح فإنه في وسطه والإلحاد في أسمائه سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أي بما ينهن معنى فاصدا كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم يا أبيض الوجه يا سحي ونحو ذلك فالمراجد ترك المأمور به باستماد عن ذلك ولأسمائه ما أطلقوه عليه سبحانه وتعالى وصميه به على زعمهم لا أسمائه تعالى حقيقة وعلى ذلك يحمل ترك الإضمار بأن يقاله يلحبون بها وقال تعالى كذلك أرسلناك في إمة تدخلت من قبلها أما لتقلوا عليهم الذي أوحينا إليه ومن يكفرين بالرحمن قل وربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب وهذه الآية في سورة الرعب عن كتابة وابن جريج ومقاتل أن الآية نزلت في مشرك مكة لما رأوا كتاب السلح يوم الحديدية وقد كتب فيه علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمر لا نعرف الرحمن إلا مشيدنا ومنهم من قال سمع أبو جهل قول رحيل الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن فقال إن محمد ينهانا عن عبادة آلهة وهو يجع إلى هيني فنزلت وعن بعضهم أنه لما قيل لكفار قريش اسجدوا للرحمن قالوا يا من الرحمن فنزلت وقيل غير ذلك لما يقول وقال تعالى وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أشاركم ولا بنيدكم ولكن ظننتم أن الناه لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك الظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين من سورة حامين السودة وفي هذه الآية إخبار أن أهل الجاهلية كانوا يرحضون في صفاته كما كانوا يرحضون في إسمائه تعالى أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمغي والنسائي وجماعة على ابن مسعود قال كنت مستمدا بأفتاع الكعبة فجاء ثلاثة نفر قراشيين وثقفيين أي ثقفيين وقراشيين كثير كثير محمد كلهم قليل فقه قلوبهم فتكمنوا بكلام لم أسمعه فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا فقال الآخر إنا إذا عفعنا أصواتنا يسمعه وإذا لم نرفع لم يسمع فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجذل الله تعالى وما كنتم فاستكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن يننتم أن الله لا يعلم كثيرا لما تعملون إلى قوله من الخاسرين فهذا هو الإلحاب في الصفات إذا أنت تعلم أن ما عليه أكثر المتكلمين المسلمين من الإلحاب في الأسماء والصفات فوق ما كان عليه أهل الجاهلية فسموا الله بأسماء ما أنزل الله بها من السلطان ومنهم من قال ليس لله صفات قامت به ومنهم من قال صفاته ليست عين ذاته ولا غياه ومنهم من قال إن صفاته غيره ومنهم من قال إن الله من يتكمن بالكتب التي أنزلها وأثبتوا له الكلام النفسي وأنه لم يتدم أحدا من رسله إلى غير بارك من الإلحاب فالذي حشل به كتبهم ونمؤوها من هذا الحذيان وظنوا أن الآية مختصة لأهل الجاهلية ونظروا أنهم الفرد الكامل لعمومها في الهانش هكذا ونعنه الفرد الشامل غمومها في الهانش ومن بصره الله تعالى ونور قلبه أعرض عن أخر عقائده من كتب هؤلاء الطوائف وتنقى معرفة إلهه من كتب السلط المجتملة على نصوص الكتاب والسنة نسبة النقائص إلى الله سبحانه الثلاثون نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة فإن النصارى قالوا المسيح ابن الله وطائفة من العرب قالوا الملائكة منات الله وقوما من الفلاسفة قالوا بتوليد العقول وقوما من اليهود قالوا العزير من الله إلى غير ذلك وقد نزه الله نفسه عن كل ذلك ونفاه عنه بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصند لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبقوله في سورة الصافات ألا إنهم من إفكهن ليقولون ولد الله وإنهم لكاغبون وقوله في سورة الأنعام يجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السمايات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهذا يعمل جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم كما أما ما نفاه من اتخاذ الولد يعمل أيضا جميع أنواع الاتخاذات لا استفاؤه كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعودكم بذل لكم بل أنتم بشرا ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعود لمن يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير قال الشد قالوا إن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل إن ولدك بكري من الولد فيدخله من نارة فيكونون فيها أربعين يوما حتى تطهرهم وتأكلوا حقاياهم فلما ينادي مناد أخربوا كل مخطول من بني إسرائيل وقد قال الله تعالى في سورة المؤمنين ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وقال في سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وقال تعالى في سورة الفرقان تبارة الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين مبيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وفي سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجيز جهنم فذلك نجيز الظالمين وقال سبحانه وتعالى في سورة النحر وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارحبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا إلى قوله ويجعلون لما لا يعملون مصيبا إلى قوله ويجعلون لله في البنات شبحانه ولهم ما يشتهون وقال الله تعالى في سورة الإسراء ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن لينذكروا وما يجيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن نبتعوا إلى ذي العرش سبيلا وقال في سورة الصافات فاستفترم أنه ربك البنات وله من البنون أن خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكالبون أستفى البنات على البنون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أن لكم سلطان مبين فأتوا بكتالكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجلة نسدا ولقد علمت الجلة إنهم لمفضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وقال في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى فلكم الذكر وله الأنفى تلك إذن كسمة الديزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى قوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنفى وقال تعالى في سورة الزخرف وجعلوا له من عباده جزءا قال بعض المفسرين جزءا أي نصيبا وبعضا وقال بعضهم جعلوا لله نصيبا من الولد وعن قتالة ومقاتل عجلا وكل القولين صحيح فإنهم يجعلون له ولدا والولد يشبه أباه ولهذا قال في سورة الزخرف وإذا يبشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا أي البنات كما قال في الآية الأخرى في سورة النحر وإذا يبشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كريم فقد جعلوها للرحمن مثلا وجعلوا له من عباده جزءا فإن الولد جزء من الوالد قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني وقوله في سورة الأمعان وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم قال الكلب نزلت في الزنادقة قالوا إن الله وإبليس الشريكان فالله خالق النور والناس والدواب وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقال من فضلك تابع بقية المال وأما قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا فقيل هو قولهم الملائكة بنات الله وسمى الملائكة جنا لاختفائهم عن الأبصار وهو قول مجاهد وقتابه وقيل قالوا لحي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس هم بنات الله وقال الكلب قالوا لعنهم الله بل بذور يخرج منها الملائكة وقوله خرقوا له بنين وبنات بغير علم قال بعض المفسرين هم كفار العرب قالوا الملائكة والأصمام بنات الله واليهود قالوا عزير ابن الله والذين كانوا يقولون من العرب إلا الملائكة بنات الله وما نقل عنهم من أنه صاخر الجنة فولدت له الملائكة فقد نفاه عنه بامتناع الصاحبة وبامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمد وقوله ولم تكن له صاحبة وهذا لأن الولادة لا تكون إلا من أصبين سواء في ذلك تولد الأعيان التي تسمى الجواهر وتولد الأعراض والصفات بل ولا يكون تولد الأعيان إلا من فصال جزء من الوالد فإذا امتنع أن تكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولد وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له لا من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس فلم يكن أحد منهم إن له صاحبة فلهذا احتج بذلك عليهم وما حكي عن بعض كفار عرب أنه صاهر الجنة فهذا فيه نظر وذلك إن كان قد قيل فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة وكذلك ما قالته النصارى من أن المسيح ابن الله وما قاله طائفة من اليهود إن العزيرة ابن الله فإنه قد نفاه سبحانه بهذا وبهذا وتمام الكلام في هذا المقام في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وتفسير سورة الإخلاص وغيرهما من كتب شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه تنزيه المخلوق عما نسبوه للخالق المسألة الحادية والثلاثون تنزيه المخلوق عما نسبوه للخالق مثل تنزيه أحبارهم عن الولد والزوجة لأنهم يقولون إن الراغبين في استحصار الكمالات كالرهبان وأضرابهم يترفعون عن أن يتدنسوا بذناءة التمتع بالنساء اقتداءا بالمسيح عليه السلام فانظر إلى سخافة العقول وما قادهم إليه ضلالهم حتى اعترضوا على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في زواجه وما أحسن ما قال الفاروق ردا على بعض أحبار النصارى بقوله كل الفرنسل قدوة الرهبان الجآليك البترك الربان أنت الذي زعم الزواج نقيصة ممن حماه الله عن مقصاني ونسيت تزويج الإله بمريم في زعم كل مثلث النصراني ومن جعل من العرب الملائكة بنات الله كان يأنف منهن وسن وعدهن وقتلهن ونسبوا لله ما يكرهون والمقصود أن هذه المقالات وأشباهها من شأها الجهل بما جاءت به الرسل وعدم تحكيم العقل وإلا فأهل البصائر لا يتطرق إليهم هذا الخلل والله الموفق قولهم بالتعطيل الثانية والثلاثون القول بالتعطيل كما كان يقوله آل فرعون والتعطيل إنكار أن يكون للعالم صانع كما قال فرعون لقومه في سورة القصص ما علمت لكم من إله غيري ونحو ذلك ولم يخب العالم عن مثل هذه الجهالات في كل عصر من العصور وأبناء هذا الزمان إلا النادرة على هذه العقيلة الباطلة ولو نظروا بعين الإنصاف والتدبر نعلم أن كل موجود في العالم يدل على خالقه وبارئه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ومن أين للطبيعة إيجاد مثل هذه الدقائق التي نجدها في الآفاق والأنفس وهي عديمة الشعور لا علم لها ولا فهب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الشركة في الملك الثالثة والثلاثون الشركة في الملك كما تقوله المجوس والمجوس أمة تعظم الأنوار والميران والماء والأرض ويقرون بنبوة زرادشت ولهم شرائع يصيرون إليها وهم فرق شتى منهم المزدكية أصحاب مزدك الموبذ والموبذ عندهم العالم القدوة وهؤلاء يرون الاشتراك في المساء والمكاسب والمكاسب كما يشترك في الهواء والطرق وغيرها ومنهم الخرمية أصحاب بابك الخرمي وهم شر طوائفهم لا يقرون بصانع ولا معاد ولا نبوة ولا حلال ولا حرام وعلى مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية والمصيرية والكيسانية والزرارية والحكمية وسائر العبيدية الذين يسمون أنفسهم الفاطنية فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب ويتفاوتون في التفصيل فالمدوس شيوخ هؤلاء كلهم وأعمتهم وقدوتهم وإن كان المدوس قد يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهم وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديالات العالم ولا بشريعة من الشرائع إنكار النبوات الرابعة والثلاثون إنكار النبوات وكانوا يقولون ما حكى الله عنهم بقوله في سورة الأمعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قلوا الله ثم ذرهم في خوبهم يمعدون تفسير هذه الآية قوله وما قدر الله شروع في تقرير أمر النبوة بعد ما حكى سبحانه عن إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد وإبطال الشرك وقرر سبحانه ذلك بأفصح الدليل بأوضح وجه حق قدره أي حق معرفته وعن بعضهم ما يعظم الله حق تعوينه إذ قالوا منكرين لبعث الرسل بإنذار الكتب كافرين بنعمه الجليلة فيهما ما أنزل الله على بشر من شيء أي شيئا من الأشياء واختلف في قائل ذلك القول الشميع فعن جاهد أنهم مشركوا قريش والجنهور على أنهم اليهود ومرادهم من ذلك الطعن في رسابته صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالبة فقيل لهم على سبيل الإنزام قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فإن المراد أنه تعالى قد أنزل الطورات على موسى عليه السلام ولا سبيل لكم إلى إنكار ذلك فلم لا تجيزون إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم والكلام في إثبات النبوات مفصل في غير هذا الموضع والمقصود أن إنكارها من سنن الجاهلية وفي الناس اليوم تثير ممن هو على شاكلتهم ومعوج طريقهم جحودهم القبر واحتجاجهم به على الله الخالسة والثلاثون جحود القبر والاحتجاج به على الله تعالى ومعارضة شرع الله بقدر الله وهذه المسألة من غوامض مسائل الدين والوقوف على سرها عسر إلا على من وفقه الله تعالى ولبن القيم كتاب جليل في هذا الباب سماه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل وقد أبطل الله سبحانه هذه العقيدة الجاهلية بقوله تعالى في آخر سورة الأنعام سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين تفسير هذه الآية سيقول الذين أشرقوا حكاية لفن آخر من أباطينهم لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء لم يريدوا بهذا الكلام باعتذارا عن ارتكاب القبيح إذ لم يعتقلوا قبح أفعالهم بل هم كما نطقت به الآيات يحسبون أنهم يحسنون الصنع وأنهم إنما يعبدون الأصمام ليقرؤوهم إلى الله زنفا وأن التحريم إنما كان من الله عز وجل فما مراجب بذلك إلا باحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ومرضي عند الله تعالى على أن المشيئة والإرادة تساوي الأمر وتستلزم الربى كما زعمت المعتزلة فيكون حاصل كلامهم أن ما نرتكبه من الشرك والتحريم ويريمة تعلقت به مشيئة الله تعالى وإرادته وكل ما تعلقت به مشيئته سبحانه وإرادته فهو مشروع ومرضي عند الله تعالى ومعد أن حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم رد عليهم بقوله عز من قائل كذلك تذب الذين من قبلهم وهم أسلافهم المشرقون وحاصله أن كلامهم يتضمن تكهيب الرسل عليهم السلام وقد ذلت المعجزة على صدقهم أو نقول حاصله أن ما شاء الله يجب وما لم يشاء يمتنع وكل ما هذا شأنه فلا تكليف به لكونه مشروطا باستطاعة فينتدو أن ما ارتكبه من الشرك غيره لم يتكنف بتركه ولم يبعث له نبي فرد الله تعالى عليهم بأن هذه كلمة صدق أريد بها باطل لأنهم أرادوا بها أن الرسل عليهم السلام في دعواهم البعثة والتكليفة كاذبون وقد ثبت صدقهم بالدلائر القطعية ولكون ذلك صدقا أريد به باطل ظنهم الله تعالى بالتكليف ويجوب وقوع متعلق المشيئة لينا في صدق دعوى البعثة والتكليف لأنهما لإظهار المحجة وإبلاغ الحجة حتى ذاقوا دأسنا أي نال عذابنا الذي أنزلناه عليهم بتكذيبهم وفيه إيماء إلى أن لهم عذابا مدخرا عند الله تعالى لأن الذوق أول إدراك الشيء قل هل أن لكم من علم فتخرجوه لنا أي هل لكم من علم بأمن إشراك وسائر ما أنتم عليه مرضي لله تعالى فتظهروه لنا بالبرهان وهذا دليل على أن المشركين أمم استوجبوا التوبيخ على قولهم ذلك لأنهم كانوا يهزئون بالدين ويبغون رد دعوة الأنبياء عليهم السلام حيث قرع مسامعهم من شرائع الرسل عليهم السلام تفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى فحين طالبوهم بالإسلام والتزام الأحكام احتجوا عليهم بما أخذوه من كلامهم مستهزئين بهم عليهم الصلاة والسلام ولم يكن غرضهم ذكر ما ينطوي عليه عقدهم كيف لا والإيمان بصفات الله تعالى فر الإيمان به عز شأنه وهو عنهم مناط العيوق إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي تتذبون على الله تعالى قل فلله الحجة البابغة أي البيّنة الواضحة التي بلغت غاية المكانة والقوة على الإثبات والمراض بها في المشهور الكتاب والرسول والبيان فلو شاء الهداق أجمعين بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية البعض الصارفين اختيارهم إلى سلوك طريق الحق وبلال آخرين صرفوه إلى خلاف ذلك ومن الناس من ذكر وعجا آخر في توجيه ما في الآوة وهو أن الرد عليهم إنما كان لا اعتقادهم أنهم مسلمون اختيارهم وقدرتهم وأن إشراقهم إنما صبر منهم على وجه الاضطرار وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بذلك فرد الله تعالى قولهم في دعواهم عدم الاختيار لأنفسهم وشباهم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال فكذب الرسل وأشرك بالله عز وجل واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك بمشيئة الله تعالى ورام إفحام الرسل بهذه الشبهة ثم بيّن سبحانه أنهم لا حجة لهم في ذلك وأن الحجة البالغة له تعالى لا لهم ثم أوضح سبحانه أن كل واقع بمشيئته وأنه لم يشأ منهم إلا ما صبر عنهم وأنه تعالى لو شاء منهم الهداية لا اهتدوا أجمعين والمقصود أن يتمحض وجه الرد عليهم وتتخلص عقيدة نفور السنة وعموم تغلغلها بكل كائن على الرد ويمصرف الرد إلى دعواهم صلب الاختيار لأنفسهم وأن إقامتهم الحجة بذلك خاصة وإذا تدبرت الآية وجدت صبرها بافعا لصدور الجبرية وعجزها معجزا للمعتزلة إذ الأول مثبت أن للعبد اختيارا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في المقالفة والعصيان والثاني مثبت نفور مشيئة الله تعالى في العبد وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة الإلهية ولذلك تقوم الحجة البالغة لأهل السنة على المعتزلة والحمد لله رب العالمين ومنهم من وجه الآية بأن مرادهم رد دعوة الأنبياء عليه السلام على معنى أن الله تعالى شاء شركنا وأراده منا وأنتم تخالفون إرادته حيث تدعونا إلى الإيمان فوبغهم سبحانه وتعالى بوجوه معدة منها قوله سبحانه فلله الحجة البالغة فإنه بتقدير الشرط أي إذا كان الأمر كما زعمتم فلله الحجة البالغة وقوله سبحانه فلو شاء بدل منه على سبيل البياد أي لو شاء لبلنا كنا منكم ومن مخالفيكم على دينه فلو كان الأمر كما تزعمون لكان الإسلام أيضا بالمشيئة فيجب أن تمنع المسلمين من الإسلام كما وجد بزعمكم أن لا يمنعكم الأنبياء عن الشرك فيلزمكم أن لا يكون بينكم وبين المسلمين مخالفة ومعاباة بل موافقة ومواباة وحاصله أن ما خالف مذهبكم من النحل يجب أن يكون عندكم حقا لأنه بمشيئة الله تعالى فيلزم تصحيح الأديان المتماقبة وفي سورة النحل وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الكلام على هذه الآية كالكلام على الآية السابقة ولا تراهم يتشبثون بالمشيئة إلا عند الخذار الحجة ألا ترى كيف ختم بنحو آخر مجابلاتهم في سورة الأمعام في الآية السابقة وكذلك في سورة الزخرف وهي قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستنسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ويكفي في الانتلاب ما يشير إليه قوله سبحانه كنف لله الحجة البالغة والمراد بما حرموه السوائب والبحائر وغيرها وفي تخصيص الاشتراك والتحرين بالنفس لأنهما أعظموا وأشهروا ما هم عليه ووردهم من ذلك تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الرسالة رأسا فإن حاصله أي ما شاء الله يجب وما لم يشأ يمتنع فلو أنه سبحانه وتعالى شاء أن نوحده ولا نشرك به شيئا ونحلل ما أحله ولا نحرم شيئا مما حرمنا كما تقول رسل وينقلونه من جهته تعالى لكان الأمر كما شاء من التوحيد ونفي الاشراك وتحليل ما أحله وعدم تحرين شيئا من ذلك وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيئا من ذلك بل شاء ما نحن عليه وتحقق أن ما يقوله الرسل عليه السلام من تلقاء أنفسهم فرد الله تعالى عليهم بقوله كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم أي أشركوا بالله تعالى وحرموا من دونه ما حرموا وجابلوا رسلهم بالباطل ليدحذوا به الحق فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أي ليست وظيفتهم إلا البلاغ للرسالة الموضح طريق الحق والمظهر أحكام الوحي التي منها تحكم تعلق مشيئته تعالى باهتباء من صرف قدرته واختياره إلى تحصيل الحق لقوله تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَا لَهُمْ سُبُولَنَا وأما إرجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ قولهم عليهم شاءوا أو أبوا كما هو مقتبس تدلالهم فليس ذلك من وظيفتهم ولا من الحكمة التي يتوقف عليها التكليف حتى يستدلى بعدم ظهور آثاره على عدم حقيقة الرسل عليهم السلام أو على عدم تعلق مشيئته تعالى بذلك فإنما يترتب عليه الثواب والعقاب من الأفعال لا بد في تعلق مشيئته تعالى بوقعه من مباشرتهم الاختيارية وصرف اختيارهم الجزئي إلى تحصيله وإلا لكان الثواب والعقاب اضطراريين والكلام على هذه الآية ونحوها مستوفى في تفسير روح المعاني وغيره فجحود القدر والاحتجاب به على الله ومعارضة شرع الله بقدره كل ذلك من ظلامات الجاهلية والمقصود أنه لا جبرى ولا تفويد ولكن أمر بين أمرين فمن ذلت قدمه عن هذه الجادة كان على ما كان عليه أهل الجاهلية ويا الطريقة التي رد عليها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناقبة أن تقدم لكم هذه المادة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فالنفه الشيخ محمد بن عبد الوحاب مسبة الدهر السادسة والثلاثون مسبة الدهر كقولهم في سورة الجافية وما يهلكنا إلا الدهر وذلك أن الله تعالى أراد بيان أحكام ضلالهم والختم على سمعهم وقلوبهم وجعل غشاوة على أقصارهم فحكى عنهم ما صبر عنهم بقوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها نموت ونحيا أي تموت طائفة وتحيا طائفة ولا حشر أصلا ومنهم من قال إن كثيرا من عباد الأصمان كان يقوم بالتناسخ وعليه فالمراد بالحياة إعادة الروح لبدن آخر وما يهلكنا إلا الدهر أي طول الزمان وإسنادهم الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت وقبضوا الأرواح بأمر الله تعالى وكانوا يسندون الحوابث مطلقا إليه لجهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى وأشعارهم لذلك منبوءة من شك والدهر في الهامش مثل قول قائلهم أشاب الصغير وأثمى الكبير كر الغدات ومر العشي ومثل قول الآخر منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تنسي وقول الآخر رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء المنبالي وكنت إذا أصابتني سهام تكسات النصال على النصال والشعر في ذلك قديما وحديثا كثير انتهى الهامش وأشعارهم لذلك منبوءة من شك والدهر بهؤلاء معترفون بوجود الله تعالى فهم غير الدهرية فإن لهم مع إسنادهم الحوابث إلى الدهر لا يقولون بوجوده سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير وقد جاء الله عن سب الدهر أخرج مسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر وشتمني عبدي وهو لا يدري يقولوا ذهراه وأنا الدهر وروا البياقي لا تسب الدهر قال الله عز وجل أنا الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك ومعلى ذلك أن الله تعالى هو الآتي بالحوابث فإذا سببتم الدهر على أنه فاعل وقع الصب على الله عز وجل وما لهم بذلك من علم أي ليس لهم بما ذكر من قصر الحياة على ما في الدنيا ونسبة الإهلاك إلى الدهر فعلم مستند إلى عقل أو نقل إنهم إلا يظنون أي ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن والتقليد من غير أن يكون لهم ما يصح أن يتمسك به في الجملة وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما يتعلق بالدهريون والمقصود أن من يقول بإسناد الحوابث إلى غير الله تعالى كالدار فذلك ليس له مستند عقلي ولا نقلي بل هو محد جهل وقائله جاهل في أي عصر كان ولأهل زماننا حظ وافر من هذا الاعتقاد الباطل والله المستعان إضافة نعم الله إلى غيره السابعة والثلاثون إضافة نعم الله إلى غيره قال الله تعالى في سورة النحل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وقد عدد الله تعالى نعمه على عباده في هذه السورة إلى أن قال وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرى وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون فقولوا يعرفون نعمة الله إلى آخرة استئلاف لبيان أن تولي المشركين وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله سبحانه وتعالى أصلا فإنهم يعرفون أنها من الله تعالى ثم ينكرونها بأفعالهم حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة فكأنهم لم يعبدوه سبحانه وتعالى أصلا وذلك كفران منزل منزلة الإنكار وأخرج بمجرير وغيره عن مجاهد أنه قال إنكارهم إياها قولهم ورثناها من آبائنا وأخرج هو وغيره أيضا عن عون بن عبد الله أنه قال إنكارهم إياها أن يقول رجل لولا فلان أصابني كذا وكذا ولولا فلان لم أصد كذا وكذا وفي لفظ إنكارها إضافتها إلى الأسباب وبعضهم يقول إنكارهم قولهم هي بشفاعة آلهتهم عند الله تعالى ومنهم من قال النعمة هنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نبي بالمعجزات ثم ينكرون ذلك ويجحدونه عنابا وأكثرهم الكافرون أي المنكرون بقلوبهم غير المعترفين بما ذكر والتعبير بالأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله وعدم اهتدائه إليه أو لعدم نظره في الأدلة نظرا يؤدي إلى المطلوب أو لأنه لم تقم عليه الحجة لكونه لم يصل إلى حد المكلفين لصغره ونحوه وإما لأنه يقام مقام الكل فإسناد المعرفة والإنكار المتفرع عليها إلى ضمير المشركين على الأطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى في شورة الواقعة أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا روى مسلم وغيره عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إلى غير ذلك من الآثار والمقصود أن إسناد النعم إلى غير منعنها الحقيقي كفران لها وقد ذكرنا مذهب العرب في الأنواء في غير هذا الموضع وفصلناه تفصيلا وذكرنا شعرهم الدامة على مذهبهم هذا والله الموفق الكفر بآيات الله الصامنة والثلاثون الكفر بآيات الله والنصوص الدامة على ذلك في القرآن كثيرة منها قوله تعالى في شورة الكهف أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهمم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هجوا بعد قوله سبحانه في شورة الكهف هل ننبوكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنعا أولئك إلى آخرة فقوله أولئك كلام مستأنف منه مسوق لتكميل تعريف الأخسرين وتبيين خسرانهم وبلال سعيهم وتعينهم بحيث ينطلق التعريف على المخاطبين أي أولئك المنعوتون بما ذكر من بلال السعي والحسبان المذكور الذين كفروا بآيات ربهم بضلائله سبحانه الداعية إلى التوحيد والشاملة للسمعية والعقلية ولقائه هو كناية عن البعث والحشر وما يتبع ذلك من أمور الآخرة أي لم يؤمنوا بذلك على ما هو عليه فحبثت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي فنزدري بهم ونحتكرهم ومن المصوص ما يدل على أن منهم من كان ينكر بعض الآيات ومنهم من كان معرضا عنها وهاجرا لها ولا يخفى عليك أن من الناس اليوم من هو أذهى وأمر مما كان عليه أهل الجاهلية في هذا الباب اختيار قتب الباطل ونبذ آيات الله التاسعة والثلاثون اشتراءوا قتب الباطل واختيارها عليها أي على الآيات قال تعالى في سورة البقرة ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أي كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتابة كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان إلى قوله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآفرة من خلاق ولذئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون ومعنى قوله ولقد علموا لمن اشتراه أي استبدل ما تتل الشياطين بكتاب الله ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب ولذئس ما شروا به أنفسهم أي والله لذئس شيئا شروا به حبوظ أنفسهم أي باعوها أو شروها في زعمهم ذلك الشراء ولو أنهم آمنوا أي بالرسول أو بما أنزل إليه من الآيات أو بالتوراة واتقوا أي المعاصي التي حقيت عنهم لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أي أن ثواب الله تعالى خير لهم وبمعنى هذه الآية قوله تعالى في شورة البقرة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمالية وإنهم إلا يهلون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وهذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بإبقاء صفة النبي صلى الله عليه وسلم على حالها فغيروها القضح في حكمة الله تعالى الأربعون القضح في حكمته تعالى أقول من خصال الجاهلية القضح في حكمته تعالى وأنه ليس بحكيم في خلقه بمعنى أنه سبحانه يخلق ما لا حكمة له فيه ويأمر وينهى بما لا حكمة فيه وقد حكى الله تعالى ذلك بقوله في سورة صاد وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظل الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقال سبحانه في سورة المؤمنين أفحسبتم أنما خلقناكم عدفا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وفي سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وفي سورة الأنبياء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لجنة إن كنا فاعلين وفي سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إلى غير ذلك من الآيات المعصة على أن الله تعالى لم يخلق شيئا من غير حكمة ولا علة على خلاف ما يعتقده أهل الباطل من الجاهليين ومن نحى محوهم من هذه الأمة لمن نفى الحكمة عن أفعاله شبحانه وتعالى وهذه مسألة طويلة الزيل قد كثر فيها الخصام بين فرق المسلمين والحق ما كان عليه السلف من إثبات الحكمة والتعليل وقد أطمض الكلام عليها أن حافظ ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائر القضاء والقدر والحكمة والتعليل وعقد بابا مفصلا في طرق إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وإثبات الغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي فعل وأمر لأجلها ومن جملة ما قال في هذا الباب إنه سبحانه وتعالى أنكر على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة كقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عدفا وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سداء وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله وهو أنواع كثيرة منها أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته ومنها أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع ومنها أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع ومنها أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بألواع التصرفات ومنها أن يخيب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فيقول أثر عدله وفضله موجودا مشاهدا فيحمد على ذلك ويشكر ومنها أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه ومنها أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيهينه ومنها ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني والخارجي فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع ومنها شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاقرها ومليكها وأنه وحده إلهها ومعبودها ومنها ظهور أثر كماله المقدس فإن الخلق والصنع لازم كماله فإنه حي قدير ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا ومنها أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق به ومجيئه على الوجه الذي تشهد العقول والفقر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة ومنها أنه سبحانه يحب أن يجود وينعب ويعفو ويغفر ويسانح ولا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا ومنها أنه يحب أن يثنى عليه ويندح ويمجد ويسبح ويعظم ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحباليته وإلهيته إلى غير ذلك من الحكم التي تبمنها الخلق فخلق مخلوقاته بسبب الحق ولأين الحق وخلقها ملتبش بالحق وهو في نفسه حق فمصدره حق وغايته حق وهو يتضمن الحق وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية فقال تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وأخبر أن هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه فقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وكيف يتوهم أنه عرصه من يقول إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له ولا أمر لحكمة ولا نهى لحكمة وإنما يصبر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ولا لغاية مقصودة وهم هذا إلا إنكار لحقيقة حمده بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم والغاية فهما مظهران لحمده وحكمته فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب وتعالى عن نسبته إليه فإنهم أثبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة بل يذوج عندهم أن يأو يقع أن يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه أنبته وينهى عما فيه مصلحة والجميع بالنسبة إليه سواء ويذوج عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه وينهى عن جميع ما أمر به ولا فرق بين هذا وهذا إلا بمجرد الأمر والنهي ويذوج عندهم أن يعذب من لم يعصه طرف تعيد ويثيب من عصاه بل أفن عمره في العمره في الكفر به والشرك والظلم والفضور فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول وإلا فهو جائز عليه بهذا من أكبح الظلم وأسوائه بالرب سبحانه وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجوه بل هذا هو عين الظلم الذي يتعانى الله عنه والعجب العجاب أن كثيرا من الأرباب هذا المذهب ينزه له عما وصف به نفسه من صفات الكمان ونعوك الجلال ويظلمون أن إثباتها تبسيم وتشبيه ولا ينزه له عن هذا الظلم والجوه ويظلمون أنه عدل لحق وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا به كما لا يتم إلا بإنكار استوائه على عرشه وعروه فوق سماواته وتكلمه وتكليمه وصفات كماله فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا بهذا النسي وذلك الإثبات والله ولي التوفيق انتهى من مقصور من نقله وتماه الكلام في هذا الباب من ذلك الكتاب وإليه سبحانه لمآب فالهامش هو كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله انتهى الهامش الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم الحادية والأربعون الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم قال تعالى في سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيضناه بروح القدس أفقل لما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا تنربتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من أباله فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا لأمنوا بما أزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إلى أن قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهذا يبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون فقد تبين من هذه الآيات أن بعض الكتابيين كانوا يكفرون بالملائكة والرسل ويفرقون بينهم أي يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وهل طائفة من جاهلية اليهود ولهذا أمرنا الله تعالى بالإيمان بهم وعدم التفرقة بينهم فقالا آمن الرسول بما أزل إليه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الغلو في الأنبياء والرسل الثانية والأربعون الغلو في الأنبياء والرسل عليهم السلام قال تعالى في سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلافه انتهوا خيرا لكم إلا ما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد والغلو في المخلوق أعظم سبب لعبادة الأصنام والصالحين كما كان في قوم نوح من عبادة نسر وسواعة ويغوثى ونحوهم وكما كان من عبادة النصارى للمسيح عليه السلام ومثل ذلك القول على الله بغير الحق من فضلك تابع بقية المادة الجدال بغير العلم الثالثة والأربعون الجدال بغير العلم كما ترى كثيرا من أهل الجهل يجادلون أهل العلم عند نهيهم عما ألفوهم من البدع والضلالات وهو صفة جاهرية نهان الله تعالى عن التخلق بها قال تعالى في سورة آل عمران يا أهل الكتاب لما تحاجدون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجدون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اجتمعت نصارى مجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمازه عنده فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا فأنزل الله فيهم هذه الآية المنادية على جهلهم وعنادهم كما لا يخفى على من راجع التفسير الكلام في الدين بلا علم قال الشيخ الرابعة والأربعون الكلام في الدين بلا علم أقول أجمل الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة كل الإجمال كما فعل مثل ذلك في كثير من المسائل وما أحقها بالتفصيل وذلك أن أهل الجاهلية من العرب وغيرهم من الكتابيين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله أما العرب فقد كان الكثير منهم على دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام إلى أن ظهر فيهم الخزاعي فغير وبدل في الهامش هو عمر بن حي وكان الحجازيون يتخلونه ربا في انتثال أمره وطاعته والانتهاء عما ينهى عنه انتهى الهامش إلى أن ظهر فيهم الخزاعي فغير وبدل وابتدع بذعا كثيرة وأغرى العرب على عبادة الأصنام وبحر البحيرة وحمى الحام واستقسم بالأزلام إلى غير ذلك إما فصلناه في غير هذا المودع وإن شئت أن تعرف جهلا عربي ما اتبعوه فاقرأ سورة الأنعام فإن فيها كثيرا من ضلالاتهم ومبتدعاتهم وأن الجاهليون من اليهود والنصارة فقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وذلك أن أحبارهم ورهبانهم اتبعوا لهم في الدين بدعا وحملوا وحرموا ما اشتهته أنفسهم فقبلوا ذلك لهم وعطاعوهم عليه مع أن الدين إنما يكون بتشريع الله ووحيه إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ولا يكون بآراء الرجال وبحسن أهوائهم فكل ما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مردود على صاحبه وقد ذم الله تعالى اليهود على مثل ذلك فقال عز اسمه في سورة آل عمران وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فمن أول نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته ومن مقتبى هواه فهو أيضا من قبيل الذين يلون ألسنتهم بالكتاب وأن تتعلم ما اجتمل عليه اليوم كثير من كتب الشريعة من آراء التي ليس لها مستند من دلائر الشريعة فإلى الله المشتكى من سولة الباطل وخمول الحق الكفر باليوم الآخر الخامسة والأربعون الكفر باليوم الآخر والتكذيب بلقاء الله وبعث الأرواح وبعض ما ذكرته الرسل من صفات الجنة والنار قال تعالى في سورة الكهف قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه الآية وقد مر الكلام عليها قريبا وقال تعالى في سورة النحل واقسموا بالله جهب أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إلى غير ذلك من النصوص الواردة في ذلك كله ولقوم عصرنا من هذا الاعتقاد الجاهلي حظ وافر ونصيب كامل ومن يدل الله فلا هادي له ويضعوهم في طويانهم يعمرون نسأله تعالى التوفيق للهداية التكذير بآية مالك يوم الدين السادسة والأربعون التكذير بقوله تعالى مالك يوم الدين وهو اليوم الذي يدين الله تعالى العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات والتكذير بهذا اليوم متفرع على انكار البعث والحساب والجنة والنار التكذير بآية ويعاقبهم على المعاصي والسيئات والخلة المودة والصداقة ومعما ولا شفاعة أي لا أحد يشفع لأحد إلا من بعد أن يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى وأراد بذلك يوم القيامة والمراد من نسفه بما ذكر الإشارة إلى أنه لا قدرة لأحد فيه على تحصيل ما ينتفع به بوجه من الوجوه لأن من في ذنته حق مثلا إما أن يأخذ بالبيع ما يؤديه به وإما أن يعينه أصدقاؤه وإما أن يلتجأه إلى من يشفع له في حقه والكل منتفل ولا مستعان إلا بالله عز وجل الخطأ في فهم معنى الشفاعة الثامنة والأربعون التتغير بقوله تعالى في سورة الزخرف ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قوله ولا يملك الذين يدعون أي ولا يملك آلهتهم الذين يدعونهم من دونه الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عز وجل إلا من شهد الحق الذي هو التوحيد وهم يعلمون أن يعلمونه والمراد بهم الملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم وأنت ترى الناس اليوم عاكفين على أصنام لهم يدعونهم من دون الله وعذرهم عند توبيخهم أن هؤلاء شفاؤهم تعالى الله عما يشركون قتل أولياء الله التاسعة والأربعون قتل أولياء الله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس قال تعالى في سورة البقرة ودربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال في سورة آل أمران قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين إلى آيات أخر في هذا المعنى صرحت بما لاقاه الأنبياء والرسل عليهم السلام واتباعهم المخلصون ودعاة الحق في الهامش من ذلك أن الشيخ المسنف لاقى من أبناء زمانه كبيرهم وصغيرهم لما دعاهم إلى الله تعالى والتوحيد الذي جاءت برسل ما تنهد له الصياص وتشيب له المواص كما لا يخفى على من طالع سيرته الطاهرة تغمده الله برحمته وردوانه انتهى الهامش إلى آيات أخرى في هذا المعنى صرحت بما لاقاه الأنبياء والرسل عليهم السلام وأتباعهم المخلصون ودعاة الحق وبما كابدوه من أعداء الله والجهلة الطغار مما تنهد له الصياص وتبيض منه المواص هؤلاء أكابر الأمة المحمدية وعلماؤها الأعلام قد صادفوا عند دعوتهم إلى الحق والمحافظة عليه ما يسود منه وده القرطاس وتشيب منه لمن المداد والأنبياء صلوات الله عليهم وأتباعهم المؤمنون وإن كانوا ابتلون في أول الأمر فانعاقبة لهم كما قال تعالى لما قص قصة نوح تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وفي الحديث المتفق على صحته لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى ملك الروم فطلب من يخبره بسيرته وكان المشركون حينئذ أعذاءه لم يكونوا آمنوا به فقال كيف الحرب بينكم وبينه قالوا الحرب بيننا وبينه سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى فقال كذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة فإنه كان يوم بدر نصر الله المؤمنين ثم يوم أحد ابتلي المؤمنون ثم لم ينشر الكفار بعدها حتى أظهر الله تعالى الإسلام فإن قيل ففي الأنبياء من قد قتل كما أخبر الله تعالى في الآيات السابقة أن بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير الحق وفي أهل الفجور من يؤتيه الله ملكا وسلطانا ويسلطه على المتدينين كما سلط بغت نصر على بني إسرائيل وكما سلط كفار المشركين وأهل الكتاب أحيانا على المسلمين قيل أن من قتل من الأنبياء فهم كمن يقتل من المؤمنين في الجهاد شهيدا قال تعالى في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنون ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهيدا في القتال كان حاله أكمل من حال من يموت حدف أنفه قال تعالى في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون ولهذا قال تعالى في سورة التوبة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين أي إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة ثم إن الدين الذي قاتل عليه الشهداء ينتصر ويظهر فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة من قتل منهم كان شهيدا ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا وهذا غاية ما يكون من النصر إذ كان الموت لا بد منه فالموت على الوجه الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة أكمل بخلاف من يهلك هو وطائفته فلا يفوز لا هو ولا هم بمقلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا الأسباب التي بها قتلوا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهم اختاروا هذا الموت إلا أنهم قصدوا الشهادة وإلا أنهم قصدوا ما به يصيرون شهداء عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة وفي الدنيا بالتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق لهم ثماء ودعاء بخلاف من هلك من الكفار فإنهم هلكوا بغير اختيارهم هلاكا لا يرجون معه سعادة آخرة ولم يحصل لهم ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدنيا بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقيل فيهم في سورة الدخان كم طرقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم الصماء والأرض وما كانوا منظرين وقد أخبر سبحانه أن كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أي ألوف كثيرة وأنهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدو وأن الله تعالى آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فإذا كان هذا قتل المؤمنين فما الظن بقتل الأنبياء ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم كما قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم فمدار المصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك ودوران الحكم مع الوصف ودودا وعدما من غير مزاحمة وصف آخر يوجب العلم بأن المبارة علة للدائر وقولنا من غير وصف آخر يزيل النقود الواربة فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي وأنه سبحانه يريد إعلاء كلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالفهم وأن يجعل لهم السعادة ولمن خالفهم الشقاء وهذا يوجب العلم بنبوته وأن من اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا ومن هذا ظهور بخت نصر على بني إسرائيل فإنه من دلائر نبوة موسى إذ كان ظهور بخت نصر إنما كان لما غيروا عهود موسى وتركوا اتباعه فعقبوا بذلك وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما قال تعالى في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وعمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد القاخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما بخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا التكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة من دلائل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم وآياته وكذلك ظهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة هو من دلائل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته وكان نصر الله لموسى وقومه على عدوهم في حياته وبعد موته كما جرى لهم مع يوشع وغيره من دلائل نبوة موسى وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلها وهذا بخلاف الكفار الذين ينتصرون على أهل الكتاب أحيانا فإن أولئك لا يكون مطاعهم منتسبا إلى نبي ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دين ولا يطلبون من أولئك أن يتبعوهم على دينهم بل قد يصرحون بأن إنما نصرنا عليكم بذنوبكم وأن لو اتبعتم دينكم لم ينصر عليكم وأيضا فلا عاقبة لهم بل الله يهلك الظالم بالظالم ثم يهلك الظالمين جميعا ولا قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت ولا يختارون القتل ليسعدوا بعد الموت فهذا وأمثاله مما قد يظهر الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم وبين ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو ظهور بعضهم على بعض ويبين أن ظهور محمد صب الضعف عليه وسلم وأمته على أهل الكتاب اليهود والنصارى هو من جنس ظهورهم على المشركين رباد الأوثان وذلك من أعلام نبوته ودلائل رسالته ليس هو كظهور بخت نصر على بني إسرائيل وظهور الكفار على المسلمين وهذه الآية مما أخبر به موسى وبين أن الكذاب المدعي للنبوة لا يتم أمره وإنما يتم أمر الصادق فإن من أهل الكتاب من يقول محمد وأمته سلطوا علينا بذنوبنا مع صحة ديننا الذي نحن عليه كما سلط بخت نصر وغيره من الملوك وهذا قياس فاسد فإن بخت نصر لم يدعي نبوة ولا قاتل على دين ولا طلب من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسى إلى شريعته فلم يكن في ظهوره إتمام لما ادعاه من النبوة ودعا إليه من الدين بل كان بمنزلة المحاربين قطاع الطريق إذا ظهروا على القوافل بخلاف من ادعى نبوة ودين دعا إليه ووعد أهله بسعادة الدنيا والآخرة وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة ثم نصره الله وأظهره وأتم دينه وأعلى كلمته وجعل له العاقبة وأذل مخالفيه فإن هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة فإنه دليل عليها وذاك من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة فإنه ليس دليلا عليها وقد تغرق في البحر أمم كثيرة فلا يكون ذلك دليلا على نبوة نبي بخلاف غرق فرعون وقومه فإنه كان آيسا بينة لموسى وهذا موافق لما أخبر به موسى عليه الصلاة والسلام من أن الكذابة لا يتم أمره وذلك بأن الله حكيم لا يليق به تأييد الكذاب على كذبه من غير أن يبين كذبه ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الكذاب لما اقترن بدعواه الألوهية بعض الخوارق كان معها ما يدل على كذبه من وجوه منها دعواه الألوهية وهو أعور والله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائما فهذا لم يقع قط فمن يستدل على ما يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع على ذلك أيضا بالحكمة فحكمته تناقض أن يفعل ذلك إذ الحكيم لا يفعل هذا وقد قال تعالى في سورة الفتح ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا فأخبر أن سنة الله التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله فإذا نقص الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد وقال تعالى في سورة فاطر واقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءكم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بآله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فأخبر أن الكفار لا ينظرون إلا سنة الأولين ولا يوجد لسنة الله تبديل لا تبدل بغيرها ولا تتحول فكيف النصر للكفار على المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم وكذلك قال في المنافقين وهم الكفار في الباطل دون الظاهر ومن فيه شعبة نفاق لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغري النكبهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا والسنة هي العادة فهذه عادة الله المعلومة فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من خالفه إما ظاهرا وإما باطلا نصرا مستقرا فإن ذلك دليل على أنه نبي صادق إذ كانت سنة الله عادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكثر القفار وأظلم الظالمين قال تعالى في سورة الأنعام ومن أظلم ممن اخترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المعجبة المركزية للكتب النافقة أن تقدم لكم هذه المادة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فالنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال تعالى ومن أظلم ممن اخترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كيبا ليدن الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومن كان كذلك كان الله ينقطه ويبغجه ويعاكبه ولا يجوب أمره بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله ينبي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال أيضا في الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقيمها طارة وتنيلها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون من أجافها مرة واحدة فالكاذب الفادر وينعظمت دولته فلا بد من زوالها بالكلية وبقاء ذنه ولسان الشوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والحارث الدمشقي وبارك الخرمي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن الله تعالى إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمره شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتلون فضا من الله ردوانا سيماهم في يجوههم من أثر السجود ذلك مسلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه أي صراخه فآذره أي قواه فاستغنظه فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ولهذا كان أول من اتبعهم ضعفاء الناس باعتبار هذه الأمور وصلة الله في أنبياء الله وأوليائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين النوعين وبين دلائر النبي الصادق ودلائر المتنبئ الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كوما عاقبة لهم في غير موضع تقوله تعالى وَلَا قَدْ كُذِّدَتْ رِسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَعُوا عَلَى مَا كُذِّدُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ مَشْرُنَا وَلَا مُدَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا قَدْ جَاءَتْ مِنْ نَبَاءِ الْمُرْسَلِينَ وقال تعالى في سورة البقرة أَنْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ نَفَرُ الَّذِينَ صَلَى مِنْ قَبْلِكُمْ نَسَّتْهُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَجُلْهِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ وقال تعالى في سورة يوسف وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلًا يَسِيرُوا فِيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَنَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءه النصرنة فندي من نشاء ولا يرد دأسنا عن القيم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لؤل الألباب ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقيم يؤمنون والمقصور أن إيغاء القائمين بالحق والناصرين له من سمن أهل الجاهلية وكثير من أهل عصرنا على ذلك والله المستعان الإيمان بالجبت والتعوت الخمسون الإيمان بالجبت والتعوت وتفضيل المشركين على المسلمين قال تعالى في سورة اللساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والتعوت ويقولون بالذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا هذه الآية نزلت في حويب لأخطب وتعبد من أشرف في جنة من يهود وذلك أنهم خرجوا إلى مكة بعد وقعة أحد ليحارفوا قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت اليهود في دور القريش فقال أهل مكة أنتم أهل كتاب ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يكون مكرا منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل ثم قال كعب يا أهل مكة ليجئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فننزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدنا على كتاب محمد ففعلوا ذلك فلما فرعوا قال أبي سفيان بكعب إنك مرء تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق نحن أم محمد قال كعب أعرضوا علي بي لكم فقال أبي سفيان نحن ننحر للحجيجي الكوماء ونسقيهم اللبن ونقرى الضيف ونفك العام ونصد الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن أهل الحرم ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وديننا القويم وديننا القويم ودين محمد الحبيب فقال كعب أنتم لله أهدى سبيلا مما عليه محمد فأنذر الله في ذلك الآيات والجد في الأصل اسمه سمن فاستعمل في كل معبود غير الله والطاويت يطلق على كل باطل من معبود أو غيره ومعنى المال بهما إن التصديق بأنهما آلهة وإشراقهما بالعبادة مع الله تعالى وإما طاعتهما وموافقتهما على ما هما عليه من الباطل وإما القدر المشترك بين المعنيين كالتعظيم مثلا والمتبادر المعنى الأول أي أنهم يصدقون بألوهية هذين الباطلين ويشركونهما في العبادة مع الإله الحق ويسجدون لهما نبس الحق بالباطل الحالية والخمسون نبس الحق بالباطل وكثمانه قال تعالى في سورة آل أمران يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وفي المراد أقوال أحدها أن المراد تحريفهم الطورات والإنجيل ثانيها أن المراد إظهارهم الإسلام وإبطارهم اللفاق ثالثها أن المراد الإيمان بموسى وعيسى والكفر بمحمد عليه السلام رابعها أن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من حقيقة رسالته صلى الله عليه وسلم وما يظهرونه من تتويبه الإقرار بالحق للتوصل إلى دفاه الثانية والخمسون التعصد للنذهب والإقرار بالحق للتوصل إلى دفاه قال تعالى في سورة آل أمران وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واغفروا آخره لعلهم يرجعون وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى يَهُودِ خَيْبَرْ وَقُرَى فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم وقالوا إنهم أهل كتاب وهم أعلم به فيرجعون عن دينهم إلى دينكم اتخاذ النبيين أربابا الثالثة والخمسون تسميتهم تسميتهم اتباعا إسلامي شركا قال تعالى في سورة آل أمران ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون أخرج ابن إسحاق بسنده حين اجتمعت الأحبار من اليقود والنصارى من أهل مجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام قالوا أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم فقال رجل من أهل مجران نصراني يقال له الرئيس أولاك تريد منا يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني فأنزل الله تعالى الآية تحريف الكلم عن موابعه الرابعة والخمسون تحريف الكلم عن موابعه ولج الأنسلة بالكتاب قال تعالى في سورة آل عمران وإن منهم لفريقا ينهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون رؤية أن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعا وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وأنحقوا بكتاب الله تعالى ما ليس منه واختلف الناس في أن المحرف هل كان يكتب في التوراة أم لا فذهب جمعا إلى أنه ليس في التوراة سوى كلام الله تعالى وأن تحريف اليهود لم يكن إلا تغييرا وقت القراءة وتأويلا باطلا للنصوص وأنهم يكتبون ما يروزون في التوراة على تعدد نسخها فلا واحتدوا لذلك بما رؤية أن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يظلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون إن ذلك من عند الله وما هو من عند الله فأما كتب الله تعالى فإنها محفوظة لا تحول وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لليهود إلزاما لهم ائتوا بالتوراة فاكدوها إن كنتم صادقين وهم ينتمعون عن ذلك فلو كانت مغيرة إلى ما يوافق مرامهم من تنعوا بل وما كان يقول لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعود على مطلبه الشريف بالإبقاد وذهب آخرون إلى أنهم بدلوا وكتبوا ذلك في نفس كتابهم واحتدوا على ذلك بكثير من الظواهر في الهامش ومنها أن السفر المنشور إلى موسى نفسه مذكور فيه خبر وفاة موسى مكتوبا من بعده فكيف يوحى إليه أو يفبر عنه ما كتب بعده يحب الدين انتهى الهامش واحتدوا على ذلك بكثير من الظواهر ولا يمنع من ذلك تعبر النسخ لاحتمال التواطئ أو فان ذلك في البعض دون البعض وكلا لا يمنع منه قول الرسول لهم ذلك لاحتمال علمه لبقاء بعض ما بقي بغرضه سالما على التغير إما لجهلهم بوجه دلالته أو لصرف الله تعالى إياهم عن تغيره وتمام الكلام في تفسير الجد في الهامش يعني جد المؤلف وتفسيره روح المعاني انتهى الهامش وتمام الكلام في تفسير الجد عند الكلام على هذه الآية وكلا في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام وكثير من الأمة المحمدية سلقوا مسلك الكتابيين في التحريف والتأويل واتباع شهياتهم وقال تعالى في سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بأنسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا والكلام على هذه الآية أيضا مستوفى في التفسير تلقيب أهل الهدى بألقاب غريبة الخامسة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية فقد كان أهل الجاهلية يلقبون من خرج عن دينهم بالصابئ كما كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما ورد في عدة أحاديث من صحيح البخاري ومسلم بغيرهما تنفيرا للناس عن اتباع غير سبيلهم وهكذا تجد كثيرا من هذه الأمة يطلقون على من خالفهم في بداعهم وأهوائهم أسماء مكروهة للناس والصابئة أمة قديمة على مذاهب مختلفة قد تكلم عليها أهل المقالات بما لا مزيد عليه وأما الحشوية فهم قوم كانوا يقولون بجواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة كالحروف في أوائل الشور كذا قال بعضهم وهم الذين قال فيهم الحصل البصري لما وجد قولهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته أمامه أرد هؤلاء إلى حش الحلقة أي جانبها وخصوم السلفيين يرمونه بهذا الإس تنثيرا للناس عن اتباعهم والأخذ بأقوالهم حيث يقولون في المتشابة لا يعلم تأوي له إلا الله وقد أخطأت إسهم الحفرة فالسلف لا يقولون بوريدي ما لا معنى له لا في الكتاب ولا في السنة بل يقولون في الاستواء مثلا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والبحور به كفر وقد أطال الكلام في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ولخص ذلك في كتابه جواب أهل الإيمان في التفاضل بين آيات القرآن ومن الناس من فرق بين مذهب السلف ومذهب الحشوية بأن مذهب الحشوية يرود ما يتعذر التوصل إلى معماه المراد مطلقا فالاستواء مثلا عندهم له معنى يتوصل إليه بمجرد سماعه كل من يعرف الموضوعات اللغوية إلا أنه غير مراد لأنه خلاف ما يقتضيه دليل العقل والنقل ومعنى آخر يليق به تعارى لا يعلمه إلا هو عز وجل وكيف يكون مذهب السلف هو مذهب الحشوية وقد رأى الحسن البصري الذي هو من أكابر السلف سقوط قول الحشوية ولم يرضى أن يقعد قائله تجاهه والمقصود أن أهل الباطل من المتبعة رموا أهل السنة والحبيث بمثل هذا المقب الخبيث قال أبو محمد عبدالله بل قتيلة في تأويل مختلف الحبيث إن أصحاب البدع سموا أهل الحبيث بالحشوية والنابتة والمتجبرة والجبرية وسموهم الغفاء وهذه كلها أنباز لم يأتي بها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أتى في القبرية أنهم مجوش هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم وفي الرافضة يكون قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ويرفضونه فاقتلوهم فإنهم مشركون وفي المرجعة صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعة دعنوا على لسان سبعين نبيا المرجعة والقدرية وفي الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وكلاب أهل النار هذه أسماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك أسماء المصنوعة انتهى وفي الغنيا في الهانش للشيخ عبدالقاهر الجيلاني انتهى الهانش وفي الهانش أن الباطنية تسني أهل الحديث حشوية لقولهم بالأخبار وتعلقهم بالآثار انتهى وفي كتاب حجة الله البالغة في الهانش لشاه ولي الله الدهلوي انتهى الهانش وفي كتاب حجة الله البالغة واستطال هؤلاء الخائدون على معشر أهل الحديث وسموهم مجسمة ومشبهة وقالوا هم المتسكرون بالبن كفه في الهانش من كلمة بلا كيف انتهى وقد وضح لدي وضوحا بينا أن استطالتهم هذه ليست بشيء وأنهم يخطئون في روايتهم رواية ودراية وخاطئون في طعنهم أئمة هدى انتهى وقد قال العلامة بن القيم في كافيته الشافية فصل في تلقيبهم أهل السلة بالحشوية ويقال من أولى بالوصف المذنون في هذا النقب من الطائفتين وذكر أول من لقب به أهل السلة من أهل البدع ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية يعمون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان ويظل جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان ظن الحميد بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكان والله لم يسمع بلا من فرقة قالته في زمن من الأزمان لا تبهتوا أهل الحديث به فما ذا قولهم تبا لذي البهتان بل قولهم إن السماوات العلاء في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف منسكها تعالى الله ذو السلطان أفرونه المحصور بعد أن السماء يا قومنا ارتدعوا عن العدوان كم ذا مشبهة وذا حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان سمى به عمر لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان ثنانش عمر هو ابن عبيد رأس معتلل وعبد الله هو ابن أمير المؤمنين عمر انظر الملتقى من منهاج الاعتدال طبعة السلطية صفحة ثلاث وتسعين انتهى الهامش سمى به عمر لعبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان فورثت عمرا كما ورثوا لعبد الله انه يستوي الارثان تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزان من قد حشن أوراق والأذهان من بدع تخالف مقتضى القرآن هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان وردوا عذاب مناهل السنم التي ليست زبانة هذه الأذهان ووردتم القلوط مجرى كل الأوساخ والأقبار والأمتال في الهامش القلوط وتسميه العامة قليط مجرى ماء في دمشق تمحضر إليه مياه المطارخ والحمامات والمراحيب انتهى الهامش وتسمتم أن تصعدوا للورد من أثر الشرائع خيبة التسلان وحاصل هذه الأبيات أن أعداء الحق وخصوم السنة وأبضاء الكتاب والسنة يلقبون سلفا أمة المتمسكين بالكتاب والسنة بلقب الحشوية فالخياص منهم يلقبون بهذا الاسم أن المسنة بي حشو في الوجود وفضلة في الناس لا يؤدأ بهم ولا يقام لهم يزن إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسبة وأفكارهم الفاسبة وأما العوام منهم فيظنون أن تسمية السلف بالحشوية لقولهم بالفوقية وكون الإله في السماء بمعنى أنهما تقضوا وحاشاهم أن الله تعالى حشو هذا الوجود وأنه داخل الكون تعالى الله عما يقول الظالمون علو الكبير وهذا بهتال معظيم على أهل الحديث على أن هذا القول لم يكن به أحد وأعداء الحق في عصرنا هذا على هذا المسلك الجاهلي فتراهم يرمون كل من تمسك بالكتاب والسنة بكل لقب مزموم بين المسلمين والله المستعان على ما تصفون من فضلك تابع بقية المادة التجيب بالحق السادسة والخمسون افتراء الكذب على الله والتتجيب بالحق وشواهد هذه المسألة من الكتاب والسنة كثير وهذا دأ بالمخالفين للدين المبين كاليهود والمصارى يدعون أن ما هم عليه هو الحق وأن الله أمرهم بالتمسك به وأن الدين المبين ليس بحق وأن الله تعالى أمرهم بتكليبه كل ذلك لاتباع أسلافهم لا ينظرون إلى الدليل وهكذا أهل البدع والضلالات يعتقدون بدعهم الحق وأن الله أمرهم بها وأن ما عليه أهل الحق مفترا لا يصدقون به وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاتا الافتراء على المؤمنين السابعة والخمسون رمي المؤمنين بالطلب العلو في الأرض قال تعالى في سورة يونس قالوا أجئتنا لتنفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين هذا الكلام مسوق لبيان أن موسى عليه السلام ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلا عن الجواب الصحيح واضطروا إلى التشبث بذيل التقريب الذي هو دأب كل عاجز محجوج وذيذ كل معالج لجوج على أنه استئناف وقع جوابا عما قبله من كلامه عليه السلام على طريقة قال موسى كأنه قيل فماذا قالوا لموسى عليه السلام حين قال لهم ما قال فقيل قالوا عاجزين عن المحاجة أجبتنا لتنفتنا عما وجدنا عليه آباء أنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك كما روعا مجاهد وعن الزجاج أنه إنما شمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا فكل من دع إلى الحق رماه من كان على المسلك الجاهلي أن قصده من الدعوة طلب الرياسة والجاه من غير أن ينهر إلى ما دع إليه وما قام عليه من البراهين رمي المؤمنين بالفساد في الأرض السامنة والخمسون رمي المؤمنين بالفساد في الأرض شاهد هذه المسألة آيات كثيرة حاصلها أن المخالفين لهم من المؤمنين مفسدون في الأرض انظر إلى قولهم في أوائل سورة البقرة كيف ادعوا أنهم هم مصلحون وقد رد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وذات من هو على شاكلة أولئك من الذين استحنوا غيهم وتمكنت بضعهم من قلوبهم ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة نسأله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه القويم وأقدامنا على الصراط المستقيم رمي المؤمنين بتبديل الدين التاسعة والخمسون رمي المؤمنين بتبديل الدين قال تعالى في سورة غافر إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد اعتقدوا أن ما هم عليه من الضلال هو الدين الحق ومن أراد تحويلهم عن اعتقادهم الكاسد وصرفهم عما هم عليه من الغي فقد أراد إخراجهم من الدين وإفسادا في الأرض وهكذا ديدا أعداء الحق في كل عصر اتهام أهل الحق بالفساد في الأرض الستون كونهم إذا غلقوا بالحجة فزعوا إلى السيف والشكوى إلى الملوك ودعو احتقار السلطان وتحويل الرعية عن دينه قال تعالى في سورة الآراف أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض فانظر إلى شكوى آل فرعون وقومه إليه وتحريشهم إياه على مقاتلة موسى عليه السلام وتهيجه وما ذكر في آخر الآية من احتقار ما كانوا عليه تناقض مذهبهم لما تركوا الحق الحادية والستون تناقض مذهبهم لما تركوا الحق قال تعالى في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد فقولوا بل كذبوا بالحق إلى آخرة إضراب أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أقطع من تعذبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمواجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر فهم في أمر مريد مضطرب وذلك بسبب نفيهم النبوة عن البشر بالكلية تارة وزعمهم أن المائق بها أهل الجاه والمال كما يلبئ عنه قولهم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم تارة أخرى وزعمهم أن النبوة سحر مرة وأنها كهانة أخرى حيث قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم مرة ساحر ومرة كاهن أو هو اختلاف حالهم ما بين تعجب من البعث واستبعاد له وتكذيب وتردد فيه أو قولهم في القرآن هو شعر تارة وهو سحر أخرى وقالت تعالى في سورة الزاريات والسماء ذات الحبك إن كل في قول مختلف يؤفق عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الحبك جمع حبيكة كطريقة الحباك كمثال ومثل والمراد بها إن الطرق المحسوسة التي تسير فيها الكواكب أو المعقولة التي تدرك بالبصيرة وهي ما يدل على وحدة الصانع وقدرته وعلمه وحكمته إذا تأملها الناظر وقوله إن لكم لفي قول مختلف أي متخالف متناقض في أمر الله عز وجل حيث تقولون إنه جل شأنه خلق السماوات والأرض وتقولون بصحة عبادة الأصمام معه سبحانه وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فتقولون تارة إنه مجنون وأخرى إنه ساحر ولا يكون الساحر إلا عاقلا وفي أمر الحشر فتقولون تارة أن لا حشر ولا حياة بعد الموت أصلا وتجعمون أخرى أن أصمامكم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة فيما كلفوا بالإيمان به وقوله وقوله يؤفق عنه من أفك أن يصرف عن الإيمان بما كلفوا الإيمان به قتل الخراصون أي الكذابون من أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة ساهون الغمرة الجهل العظيم يغمرهم ويشملهم شمول الماء الغامر لما فيه والسهو الغفلة وقال تعالى في أواخر سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون هذه الآية استئناف لبيان أحوال أهل الكتابين إصر بيان حال المشركين بناء على مارويا عن ابن عباس وقتال أن الآية نزلت في اليهود والنصارى أي بددوا دينهم وبعضوه فتمسك بكل بعض منه فرقة منهم وكانوا شيعا أي فرقا تشايع كل فرقة إماما وتتبعه أي تقويه وتظهر أمره أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابين إنما هو بالنظر إلى العصر الماضي قبل النسخ وأما بعده فالكل في الهاوية وإن اختلفت أسباب دخولهم لست منهم في شيء أي من السؤال عنهم والبحث عن تفرقهم أو من عقابهم أو أنت بريء منهم إنما أمرهم إلى الله تعليل للنفي المذكور أي هو يتولى وحده أمرهم أولاهم وأخراهم ويدبره حسب ما تقتضيه الحكمة ومن الناس من قال المفرقون أهل البدع من هذه الأمة فقد أخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والتبران وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه إن الذين فرقوا إلى آخرة هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة فيكون الكلام حينئذ استئنافا لبيان حال المبتدعين إصرى بيان حال المشركين إشارة إلى أنهم ليشوا منهم ببعيد والمقصود أن أهل الجاهلية سواء كانوا أميين أو كتابيين قد فرقوا دينهم وترى يروا فيه الاعتقاد فكان عباد الأصبام كل قوم لهم صمم يدينون له ولهم شرائع مختلفة في عبادتها ومنهم من كان يعبد كوكبا ومنهم من كان يعبد الشمس ومنهم ومنهم وتذلك الكتابيون على ما بينا فالافتراق ناشئ عن الجهل وإلا فالشريعة الحقة في كل زمان لا تعدد فيها ولا اختلاف ولذلك فرى القرآن يوحد الحق ويعدد الباطل قال تعالى في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فانظر كيف أفرد النور الذي هو الحق وجمع الظلمات التي هي الباطل والزير فتفرقة الآراء والاختلاف في الاعتقاد من خصال الجاهلية وما كان عليه أهل الباطل والاتفاق على العقيلة الحقة هو من دأب أتباع الرسل والمتمسكين بما شرعه الله تعالى دعواهم العمل بالحق الذي عندهم الثانية والستون دعواهم العمل بالحق الذي عندهم كما قال تعالى في سورة البقرة وإذا وإذا قيل آمن بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها بما أنزل لتقرير حكمها ومرادهم بضمير متكلم إلا أنبياء بني إسرائيل وهو ظاهر وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسدا على نجوله على من ليس منهم وإما أنفسهم ومعنى الإنزال عليهم تكريفهم بما في المنزل من الأحكام وندم على هذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن ودسائس اليهود مشهورة وتمام الكلام في التفسير الزيادة في العبادة الثالثة والستون الزيادة في العبادة كفالهم يوم عشراء النقص من العبادة الرابعة والستون النقص منها كتركي للوقوف قالت تعالى ثم أفيد من حيث أفاض الناس أي من عرفة لا من مزدلفة والخطاب عام والمقصود إبطال ما كان عليه الحمس من الوقوف بجمع فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمختلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العربي يقفون بعرفات فلما كان الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيد منها فذلك قوله سبحانه ثم أفيد من حيث أفاض الناس ومعناه ثم أفيد أيها الحجاج من مكان أفاض جلس الناس منه قديما وحديثا وهو عرفة لا من مزدلفة تعبده بترك الطيبات من الرزق الخامسة والستون تعبدهم بترك أكل الطيبات من الرزق وترك زينة الله التي أخرج لعباده قال تعالى في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نحصر الآيات لقوم يعلمون وسلب النذول على ما روي عن ابن عباس أنه كان أناس من الأعراب يطوطون بالبيت عراه حتى إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيورا مثل هذه السيور التي تكون على وجه الحمر من الزباب وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدى منه فلا أحله فأنزل الله تعالى هذه الآية يا بني آدم إلى آخره وكلوا واشربوا مما طاب لكم قال الكلب كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما في أيام حجهم وعظلون بذلك حجهم فقال المسلمين يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله تعالى الآية ومنه يظهر وجه ذكر الأكل والشرب هلا ولا تسرف بتحريم الحلال كما هو المناسب لسبب اللجول أو بالتعدي إلى الحرام قل من حرم زينة الله التي أخرج رابابه من الثياب وكل ما يتجمد به والطيبات من الرزق أي من المستلذات وقيل المحبلات من المآكل والمشارب كلحم الشات وشحمها ولبلها قل هي بالذين آمنوا في الحياة الدنيا أي هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفر إن شارقوهم فيها فبالتبع خالصة اليوم القيامة لا يشارقهم فيها غيرهم تعبدهم بالمكاء والتصدية السادسة والسكتون تعبدهم بالمكاء والتصدية قال تعالى في شورة الأنفال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فيوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تفسير هذه الآية وما كان صلاتهم عند البيت أي المسجد الحرام والذي صد المسلمين عنه والتعبير عنه بالبيت بالاختصار مع الإشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبعي أن يعظم بالأبادة وهم لم يفعلوا إلا مكاء أي صفيرا وتصديقا أي تصفيقا وهو ضرب اليد باليد بحيث يسمع له صوت بل مراد بالصلاة إلا دعاء أو أفعال أخر كانوا يفعلونها ويسمونها صلاة وحمل المكاء والتصدية عليها بتأويل ذلك بأنها لا فائدة فيها ولا معنى لها كصفير الطيور وتصفيق اللعب وقد يقال المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة التي يليك أن تقى عند البيت يروى أنهم كانوا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يخلطون عليه بالصفير والتصفيق ويرون أنهم يصدون أيضا ويرون أنهم كانوا يطوفون وراء الرجال والنساء يشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون وباقي الآية معلوم والمقصود أن مثل هذه الأفعال لا تكون عبادة بل من شعائر الجاهلية فما يفعله اليوم بعض جهلت المسلمين في المساجد من المكاء والتصبية يزعمون أنهم يذكرون الله فهو من قبيل فعل الجاهلية وما أحسن ما يقول القائل فيهم أقال الله صفق لي وغني وقل كفرا وسلم الكفر ذكرا وقد جعل الشيطان سوت الملاهي سوت الشيطان قال تعالى في سورة الإسراء واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا النفاق في العقيدة السابعة والستون دعواهم الإيمان عند المؤمنين فإذا خرجوا خرجوا بالكفر الذي دخلوا به دعاؤهم إلى الضلال بغير إن الثاملة والستون دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير إن دعاؤهم إلى الكفر مع العلم التاسعة والستون دعاؤهم للناس إلى الكفر مع الآن المكر الكبار السبعون المكر الكبار كفع القوم نوح قال تعالى في سورة نوح عليه السلام ونكر مقرا كبارا وقالوا لا تظرن آلهتكم ولا تظرن ودا ولا شواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا وقد أضلوا كثيرا ومعنى الكبار الكبير والمقر الكبار احتيالهم في الدين وصدهم للناس عنه وإغراؤهم وتحردهم على أذية نوح عليه السلام وهكذا فعل أخلاف هؤلاء من مرضة الدين وأتباع الهوى وعبدة الدنيا يفعلون مع دعاة الحق كما فعل قوم نوح عليه السلام معه قد تشابهت قلوبهم نسأله تعالى أن يغيذ رجال الحق من كيد مثل هؤلاء الفجر ويصولهم من مكرهم وقد جربتهم فرأيت منهم خبائثا بالنهي مني نستجير حالة علمائهم الحاضية والصبرون أئمتهم إلا عالم فاجر وإلا عابد جاهل قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يؤمنون ومنهم أمليون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظلون فويلوا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن مقريبا فويلوا لهم مما كتبت فيديهم وويلوا لهم مما يكسبون فنكر في الآية أن فريقا من أسلاف اليهود وهم الأحبار كانوا يسمعون التوراة ويتأولونها تأويلا فاسدا حسب أغراضهم بل كانوا يحرفونها بتبديل كلام من تلقائهم كما فعلوا ذلك في نعته صلى الله عليه وسلم فإنه رؤية أن من صفاته فيها أمه أبيض ربعة فغيروه بأسمر طويل أغيروا آية الرجم بالتسخين وتسويد الوجه كما في البخاري ومنهم فريق أميون لا يعلمون الكتابة إلا بالدعاء والكاذبة والمراد بهم جهلة مقلدة لا إدراك لهم وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من التفسير والمقصود أن تحريف الكلم واتباع الهوى والقول على الله من غير علم من خصال الجاهلية وأنت تعلم حال أحبار السوء اليوم والرهدان الذين يقولون على الله ما لا يعلم قد تجاوزوا الحد في اتباع الهوى وتأويل النصوص وما أشبه ذلك مما يستحي منه الإسلام والأمر لله زعمهم أنهم هم أولياء الله الثانية والسبعون زعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس دليل هذه المسألة قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا إن زعمتم أنكم أولياء لله أي أحباء له سبحانه ولم يدف أولياء إليه تعالى كما في قوله سبحانه ألا إن أولياء الله ليؤذن بالفرق بين مدعي الولاية ومن يخصه بها من دون الناس أي متجاوزين عن الناس فتمنوا الموتى أي فتمنوا من الله تعالى أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محب الكرامة إن كنتم صادقين في زعمكم ويافقين بأنه حق فتمنوا الموتى فإن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أخمص إليها من هذه الدار التي هي قرارة الإنكار والأكبار وأمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك إظهارا لكذبهم فإنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ويدعون أن الآخرة لهم عند الله خالصة ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا كما أخبر تعالى عن الكتابيين في كتابه فقال جل شانه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أدوه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورؤية أنه لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت يهود المدينة ليهود خيبر إن اتمعتم محمدا أطعناه وإن خالفتموه خالفناه فقالوا نحن أبناء خليل الرحمن ومنا عزير بن الله والأنبياء ومتى كانت النبوة في العرب نحن أحق بها من محمد ولا سبيل إلى اتباعه فنزلت قل يا أيها الذين هادوا الآية ولا يتمنونه أبدا إخبار بحالهم المستقبل وهو عدم تمليه من الموت وذلك خاص بأولئك المخاطبين من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فالنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه فلم يتمنه أحد منهم وما ذلك إلا لأنهم كانوا موقنين بصدقه صلى الله عليه وسلم فعلموا أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد وهذه إحدى المعجزات بما قدبت أيديهم أي بسببه كأنه قيل انتفى تمنيهم بسبب ما قدمت والمراد بما قدمته أيديهم الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النار ولما كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناطى عامة أفعاله عبر بها طارة عن النفس وأخرى عن القدرة والله عليم بالظالمين أيبهم وإيصار الإظهار على الإدمار لذنهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون في كل ما يأتون ويذرون من الأمور التي من جملتها إدعاء ما هم عنه بمعزل أي والله عليم بما صبر منهم من فنون الظلم والمعاص ومما سيكون منهم فيجازيهم على ذلك قل إن الموت الذي تفرون منه ولا تجسرون على أن تمنوه مخافة أن تأخذوا بوبال أفعالكم فإنه ملاقيكم البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يسميه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية فينبئكم بما كنتم تعملون من الكفر والمعاص بأن نجازيكم بها وهذا بيدن الزائغين وشأن الملحدين كما قال تعالى عن اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذلوبكم بل أنتم بشع ممن خرق وقد ورث هذه الخصلة كثير ممن ينتمي إلى الللة الإسلامية بل كل من الفرق من يقول نحن أولياء الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الفرق في بيان الفرقة الناجية وهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي دعوى محبة الله مع طرق شرعه الثالثة والسبعون دعواهم محبة الله مع طرق شرعه فطالبهم سبحانه بقوله في سورة آل أمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم قال الحسن وابن جريج زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فقال يا محمد إنا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية وروى الضحاق عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيب النعام وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها في الهامش الشنف القرط الأعلى أو معلاق في قوف الأذن أو ما علق في أعلاها جمعه شنوف وما علق في أسفر الأذن قرط انتهى الهامش وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها فقال يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ولقد كان على الإسلام فقالت قريش يا محمد إنما نعبد هذه حبا لله لتقربنا إلى الله زلفا فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله إلى آخره وفي رواية أبي صالح أن اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أنزل الله هذه الآية فلما نزلت عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود فأبوا أن يقبلوها وروا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال نزلت في نصارى نجران وذلك أنهم قالوا إنما نعظم المسيح نعبده حبا لله وتعظيما له فأنزل الله تعالى هذه الآية تردا عليهم وبالجملة إن من تلبس بالمعاصي لا ينبغي له أن يدعي محبة الله وما أحسن قول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تمنيهم على الله الأماني الكاذبة الرابعة والخمسون تمنيهم على الله تعالى الأماني الكاذبة قال تعالى في سورة آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم وعيدون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهما كانوا يفترون أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا لدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله تعالى فقال النعمال بن عمر هو الحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد قال على ملة إبراهيم ودينه قال فإن إبراهيم كان يفوديا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلما إلى التوراة فهي بينما وبينكم فأينا عليه فأنزل الله تعالى الآية وفي البحر زمى رجل من اليفودي بامرأة ولم يكن بعد في ديننا الرجم فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا على الزانيين لشرفهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحكم بكتابكم فأنكروا الرجم فجيء بالتوراة فوضع جرهم ابن سوريا يده على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام جاوزها يا رسول الله فأظهرها فرجم فغضبت اليهود فنزلت ومعما قوله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أي المذكور من التولي والإعراض حاصل لهم بسبب هذا القول الذي رسخ اعتقادهم به وهولوا به القطوب ولم يبالوا معه بارتكاب المعاصي والذنوب والمراد بالأيام المعدودات أيام عبادتهم العجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أي غرهم افتراؤهم وكذبهم أو الذي كانوا يفترونه من قولهم لن تمسنا النار أو من قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه أو مما يشمل ذلك ونحوه من قولهم إن آباء الأنبياء يشفعون لنا وأن الله تعالى وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه إلا تحلة القسم فرد عليهم بقوله سبحانه فكيف إذا جمعناهم روية أن أول راية ترفع لأهل الموقف من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى المار وهكذا رأينا كثيرا من أهل زماننا يفعلون ما يفعلون من المنكرات اعتمادا على الشفاعة أو على علو الحسب وشرف النسب والله المستعان وفي سورة البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اتخاذوا قبور الصالحين مساجد الخامسة والسبعون اتخاذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد هذه المسألة من خصال الكتابيين أيام جاهليتهم وفي ذلك ورد الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم قال فلا تتخذوها مساجد وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ المسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلامة وأم حبيبة ذكرتا ذكرتا برسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد رواه أهل السنن الأربعة فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة وفي هذا دليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن يكون من هذا الجنس ثم من المعلوم ما قد اتلي به كثير من هذه الأمة من بناء القبور مساجد واتخاذ القبور مساجد بلا بناء وكل الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار ولهذا كان السلف يبالغون في المنح اتخاذ آثار آثار الأنبياء مساجد السادسة والسبعون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ورد عن عمر رضي الله عنه فإن هذه المسألة أيضا من بدع جاهلية الكتابيين كانوا يتخذون آثار أنبيائهم مساجد فورثهم الجاهلون من هذه الأمة فتراهم يبنون على موضع اختفى به النبي صلى الله عليه وسلم أو وصل قدمه المبارك إليه أو تعبد فيه وهذا ليس مما يحمد في الشريعة لجره إلى الغلوب وفي العراق مواضع كثيرة بنوا عليها مباني كالمقام الذي زعم أن الشيخ الكيلاني تعبد فيه وتأثر الكف الذي زعم الشيعة أنه أثر كف الإمام عليه لما وضعه على الصخرة فأثر فيها فبنوا عليها مسجداء وكعدة أماكن ذعم أن الخضر رؤي فيها ولا أصل له إلى غير ذلك مما لا يستوعبه المقام فينبغي لمن يدعي الإسلام أن يتجنبها وينهى عن حضورها وإن رمي بالإنكار وعداوة الأشرار وكيد المارقين الفجار وفي المسألة تفصيل لا بأس بذكره قال شيخ الإسلام أما مقامات الأنبياء والصالحين وهي الأنكنة التي قاموا فيها أو أقاموا أو عبدوا الله سبحانه لكنهم لم يتخذوها مساجد فالذي بلغني في ذلك قولاني عن العلماء المشهورين أحدهم النهي عن ذلك وكراحته وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم وكما كان يتحرى الصلاة عند الاستوانة وكما تقصد المساجد للصلاة ويقصد الصف الأول ونحو ذلك والقول الثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سلكها اتفاقا لا قصدا في الهامش وكان أبوه أمير المؤمنين عمر على عكس ذلك كما سيأتي انتهى الهامش وسئل الإمام أحمد عن الرجل يأتي هذه المشاهدة ويذهب إليها ترى ذلك قال أما على حديث لأم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره فليس بذلك بعث أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه وتذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها فقال أما على حديث لأم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا وعلى ما كان يفعل ابن عمر كان يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه رؤيا يصب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هنا ماء قال أما على هذا فلا بأس قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده رواهما الخلال في كتاب الأدب فقد فصل أبو عبد الله في المشاهد وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون وما مساجد لهم كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا أو الكثير الذي يتخذونه عيدا كما تقدم وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأكوال الصحابة فإنه قد روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال رأيت سالما ابن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة فهذا كما رخص الإمام أحمد وأما كراهته فروأ سعيد بن منصور في سنن إقام حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المعرور ابن شويد عن غمر قال خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلاف قريش في الثانية فلما فلما رجع من حجته رأى الناس اتدروا المسجد فقال ما هذا فقالوا مسجد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقال هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصلي ومن لم تعرض له الصلاة فليمضي فقد كره أمر اتخاذا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وبين أن أهل الكتاب إنما حلقوا بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كمائسا وبيعا في الهامش انظر صفحة اثنتين عشرة وسبعة عشرة واثنتين وعشرين واربعة وعشرين من التوصل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية طبع السلفية انتهى الهامش وروا محمد بن وضاحن وغيره ان عمر بن الخطاب امر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم وما ذكره عمر هو الحري بالقبول وهو مذهب جمهور الصحابة غير به وهو الذي يجب العمل به ويعول عليه اتخاذ السرج على القبور السابعة والسبعون اتخاذ السرج على القبور دليل حرمة ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي سبق ذكره من لعن من يفعل ذلك وليت ترأيت ما يوقد في طربي ائمة اهل البيت ونحوها من الشموع ولا سيما في ليالي رمضان والليالي المباركة وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اتخاذ القبور اعيادا الثامنة والسبعون اتخاذها اعيادا اعلم ان العيدة اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا ما يعود السنة او يعود الاسبوع او الشهر او نحو ذلك في الهامش ويسمى في مصر مولدا وان كان المنصوب اليه المولد مجهول يوم مولده او سنة مولده انتهى الهامش فالعيد يجمع امورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تجمع ذلك من العبادات او العادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا هؤلاء مسلموا اهل العراق لكل تربة ولي يوم مخصوص يجتمعون فيه للزيارة كزيارة الغديس ومرد الرأس ومنهم من خص له يوم من ايام الاسبوع فالجمعة لفلان والثلثاء لفلان وهكذا ومن ذلك بعض الايام والليالي المباركة كليلة القدر وايام الاعياد وليلة النصف من شعبان وغير ذلك مما لم ينذر الله به من سلطان الربح عند القبور التاسعة والسبعون الربح عند القبور قال الله تعالى في سورة الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا اول المسلمين امره الله ان يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له اي انه اخلص لله صلاته وذبيحته لان المشركين يعبدون الاسلام ويذبحون لها فامره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والانقياد بالقصد والنية والعزم على الاخلاص لله تعالى فمن تقرب لغير الله ليدفع عنه ضيرا او يجلب له خيرا تعظيما له من الكفر الاعتقادي والشرك الذي كان عليه الاولون وسبب مشروعية التسمية تخصيص مثل هذه الامور العظام بالاله الحق المعبود العلام فاذا قصد بالذبح غيره كان اولى بالمنع وصح نهيه صلى الله عليه وسلم عمل استأذمه بالذبح ببوانه ببوانه وانه قد نظر ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم اكان فيها صمم قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعياد المشركين قال لا قال له فاوفي بنذرك اخرج ذلك ابو داود في سننه وهذا السائل موحد مقرب لله سبحانه وتعالى وحده لكن المكان الذي فيه معبود غير الله وقد عدم او محل لاجتماعهم يصلح مانعا فلما علم صلى الله عليه وسلم ان ليس هناك شيء من ذلك اجازه ولو علم شيئا مما سأل عنه لمنعه صيانة لحم التوحيد وقطعا لذريعة الشرك وصح ايضا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للاخر قرب قال ما كنت اقرب شيئا لأحد دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة ففي هذا الحديث من الفوائد كون المقرب دخل المار بالسبب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم وأنه كان مسلما وإلا لم يقل دخل المار وفيهما ينبغي الاهتمام به من أعمار القلوب التي هي المقصود الأعظم والركن الأكبر فتأمل في ذلك وانظر إلى هوادك في جميع ما قالوا وألق سمعك لما ذكروا وانظر الحق فإن الحق أبلج والباطل لجلج فبالنظر التام إلى ما كان عليه المشكون من تقربهم لأوثالهم لتقريبهم إلى الله لكونهم شفعاء لهم عند الله وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملائكة الله أو أولياء الله يتبين لك ما عليه الناس الآن والله المستعان من فضلك تابع بقية المادة التبرك بآثار المعظمين الثمانون التبرك بآثار المعظمين كذال الندوة وافتخار من كان تحت يده بذلك كما قيل لحكيم ابن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى هذه الخصلة قد امتدت عروق ضلالها في أودية قلوب جهلة المسلمين وزادوا في الغلو بها على ما كان عليه جاهلية العرب والكتابيين ولا بدع من حكيم ابن حزام القرشي الأسدي إذا ما رد على من قال له بعت مكرمة قريش وقد باعها من معاوية بمئة ألف درهم ذهبت المكارم إلا التقوى كيف لا وقد كان عاقلا سريا فاضلا تقيا سيدا بماله غنيا أعتق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بعير وحج في الإسلام ومعه مئة بدنة قد جللها بالحبرة وكفها عن أعجازها وأهداها ووقف بمئة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام وأهدا الفشات وهو الذي عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة وولد في الكعبة الحادية والثمانون الفخر بالأحساب الثانية والثمانون الاستسقاء بالأنواع الثالثة والثمانون الطعن في الأنساب الرابعة والثمانون النياحة أقول هذه المسائل الأربع دليل بطلانها حديث واحد وهو ما رواه البخاري ومسلم والنفذ لمسلم بسنده إلى أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون هنا الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والناحبة أو قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب الفخر في الأحساب افتخارهم بمفاخر الآباء والطعن في الأنساب ادخالهم العيبة في أنساب الناس تحقيرا لآبائهم وتفضيلا لآباء أنفسهم على آباء غيرهم والاستسقاء بالنجوم اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق فقد كانوا يقولون مترنا بنوء كذا وقال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهذا مفصل في كتب الأنواء بما لا مزيد عليه ومعنى قوله في النائحة وعليها سربال من قطران أن الله تعالى يجازيها بلباس من قطران لأنها كانت تلبس الثياب السود وقوله درعا من جرب يعني يصلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذو المصيبات فهذا الحديث دل على بطلان ما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الخصال الرديئة وورثتهم اليوم طائفة من هذه الأمة تجاوزوا فيها أسلافهم وزادوا في التنبور نغمات فتراهم يفتخرون بمزايا آبائهم وهم بمراحل عنهم فهذا يقول كان جدي الشيخ الفلاني وهذا يقول جدي العالم الرباني إلى غير ذلك وكذلك الطعن في الأمساب فهذا يقول إن آباء فلان لم يكونوا من العطقة الطاهرة وذاك يقول إن آباء فلان لم يكونوا من ذوي الأحساب الباهرة وكذلك الاستسقاء بالأنواع ولم يعتقد كثير من الناس أن ما كان إنما هو من فعل رب الأرض والسماء وهكذا الموحو على الأموات فقد اتخذه كثير من الناس من أفضل الأعمال وسبب الوصول إلى مرضات ذو الجلال لا سيما من اتخذ المآتم الحسينية في كل عام فهناك من البدع ما تكل عن نقله ألسنة الأقلام والويل كل الويل لمن أنكر شيئا من ذلك فإنهم يوردونه موارد العطب والمهالك والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعيير الرجل بفعل أمه وأبيه الخامسة والثمانون تعيير الرجل بفعل غيره لا سيما أبوه وأمه فخالفهم صلى الله عليه وسلم وقال أعيرته بأمه إنك امرء فيك جاهلية والحديث في صحيح الإمام البخاري في باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية وقول الله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا الباب في كتاب الإيمان من صحيح ثم قال حدثنا سليمان بن حربل قال حدثنا شعبه عن واصل عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالرب ذه وعليه حله وعلى غلامه حله فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمة إنك امرء فيك جاهلية إخوالكم خوالكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبس مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كنفتموهم فأعينوهم وقد أطمب شراح الحديث في شرح وليس هذا موضع استقصائه والمقصود منه أن تعيير الرجل بفعل غيره ليس من شأن كامل الإيمان والمعرفة فإن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قبل بلوه المرتبة القصوى من المعرفة تساب هو بلال الحبشي المؤذن فقال له يا ابن السوداء فلما شك بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه قال نعم قال حسبت أنه بقي فيك شيء من كبر الجاهلية فألقى أبو ذر خده على التراب ثم قال لا أرفع خدي حتى يطأ بلال خدي بقدمه والناس اليوم والأمر لله قد كثرت فيهم خصال الجاهلية فتراهم يعيرون أهل البلد كلهم بما صدر عن واحد منهم فأين من ذلك خصال الجاهلية الافتخار بولاية البيت السادسة والثمانون الافتخار بولاية البيت فذمهم الله تعالى بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون وهذه الآية في سورة المؤمنين وهي بتمامها قوله تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون ومعنى هذه الآية على ما في التفسير قد كانت آياتي تتلى عليكم تعليل لقوله قبل لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون أي دعوا الصراخ فإنه لا يمنعكم منا ولا ينفعكم عندنا فقد ارتكبتم أمرا عظيما وإثما كبيرا وهو التكذيب بالآيات فلا يدفعه الصراخ فكنتم عند تلاوتها على أعقابكم تنقصون أي تعرضون عن سماعها أشد الإعراض فضلا عن تصديقها والعمل بها والنقوص الرضوع والأعقاب جم عقب وهو مؤخر الرجل ورجوع الشخص على عقبه رضوعه في طريقه الأول كما يقال رجع عوده على بدئه مستكبرين به أي بالبيت الحرام والباء للسببية وسوغ بهذا الإضمار مع أنه لم يجري ذكر اشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنهم خدام البيت وقوامه سامرا أي تسمرون بذكر القرآن والطعم فيه وذلك أنهم كانوا يجتمعون حول البيت يسمرون وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحرا وشعرا وتهجرون من الهجر بفتح فسكون بمعنى القطع والطرق والجملة في موضع الحاد أي تاركين الحق والقرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير عود ضمير به له وجاء الهجر بمعنى الحذيان وجوز أن يكون المعنى عليه أي تهزون في شأن القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو ما يعم جميع ذلك ويجوز أن يكون من الهجر بضم فسكون وهو الكلام القبيح فأنكر الله تعالى عليهم بقوله أفلم يدبر القول ليعلموا بما فيه من وجوه الأعجاز أنه الحق من ربه فيؤمن به أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أي بل جاءهم إلى آخره والمقصود أن من خصال الجاهلية التكبر بسبب الرياسة على المواضع المقدسة كما هو اليوم حال كثير ممن يدع الشرف بسبب ذلك فمنهم من ادع الشرف على المسلمين بسبب رياسته على مكة والمدينة ومنهم من ادعاه بسبب الرياسة في المشاهد أو مقامات الصالحين وهؤلاء الذين يدعون انتسابهم إلى عبد القادر الجيالي في بغداد يدعون الشرف بسبب رياستهم على قبر عبد القادر واستيلائهم على النزور والصدقات والذبائح والقرابين الشركية التي يتعبدها جهلة المسلمين من الهنود والأكراد ونحوهم وهم أفسقوا خلق الله وأدنأوا نفسا في الهامش أي سدنة المشاهد والقبور انتهى الهامش وهم أفسقوا خلق الله وأدنأهم نفسا وأرذلوا خلق الله مسلكا فما يفيدهم ذلك عند الله شيئا وما ينجيهم من مقت الله وعذابه وإن ظن بهم العوام ما ظنوا فهم عند الله وعند عباده الصالحين أحقروا من الذر وأبعدهم عن رحمته يوم القيامة الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء السابعة والثمانون الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء عليهم السلام فرد الله عليهم بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذه الآية في آخر الجزء الأول من سورة البقرة وتفسيرها تلك أمة قد خلت الإشارة إلى إبراهيم عليه السلام وأولاده في قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إلى آخره والأمة أتت لمعاني والمراد بها هنا الجماعة من أمة بمعنى قصدا وسميت كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان بذلك لأنهم يأم بعضهم بعضا ويقصده والخلوه المضي وأصله الانفراد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب التفاعكم بأعمالهم وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إن أولى الناس بالنبي المتقون فكونوا بسبيل من ذلك فانظروا أن لا يلقان الناس يحملون الأعمال وتلقون بالدنيا فأصد عنكم بوجهي وهذا الحديث بمعنى قوله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومعنى قوله ولا تسألون عما كانوا يعملون لا تآخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم وهذه الخصلة موجودة اليوم في كثير من المسلمين ورأس مالهم لافتخار بالآباء فمنهم من يقول أنا من زرية عبد القادر الكيلاني ومنهم من يقول أنا من زرية أحمد الرفاعي ومنهم من يقول أنا بكري ومنهم من يقول أنا عمري ومنهم من يقول أنا علوي أو حسني أو حسيني ولا فضيلة لهم ولا تقوى وكل ذلك لا ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا وما أصد أولئك المفتخرين بآبائهم وهم عارون عن كل فضيلة إلا أكل أموال الناس بالباطل وفي المثل كن عصاميا ولا تكن عظاميا إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي ولله در من قال يرد على المفتخر بمثل ذلك أقول لمن غدا في كل يوم يباهينا بأسلاف عظام أتقنع بالعظام وأنت تدري بأن الكلب يقنع بالعظام وقال آخر وما الفخر بالعظم الرميم وإنما فخار الذي يبغي الفخار بنفسه الافتخار بالصماء الثامنة والثمانون الافتخار بالصماء كما افتخر أهل الرحلتين على أهل الحرف يريد بالرحلتين رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام وهي عادة كانت لقريش كما ذكر ذلك في سورة الإلاف والمقصود أنه لا ينبغي للتاجر أن يفتخر بتجارته على أهل الحرف ولا أهل لكل حرفة على المحترفين بحرفة أخرى فإن كل ذلك من المكاسب الدنيوية التي يتوصل بها إلى عبادة الله وطاعته وامتثار أوامره واجتناب نواهيه ليتوصل بذلك إلى النجاة الأبدية وهي مدار الفخر وأما ما سوى ذلك فكله ظل زائر ونعيم غير مقيم فلا ينبغي للعاقل أن يفخر بزخار في الدنيا الدنيئة ولا يعلم متى يفارقها نسأله تعالى التوفيق والعمل الصالح الذي يرضيه عظمة الدنيا في قلوبهم التاسعة والثمانون عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أي من خصال الجاهلية مراعاة الدنيا وعظمتها في قلوبهم كما حكى الله عنهم ذلك بقوله ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هذه الآية في سورة الزخرة وموضع الاستشهاد فيها قوله وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم المراجم من القريتين مكة والطائف وقال ابن عباس الذي من مكة الوليد ابن المغيرة المخزومي والذي من الطائف حبيب ابن عمر ابن عمير الثقفي وكل منهما كان عظيما ذا جاه ومال وكان الوليد ابن المغيرة يسمى ريحانة قريش وكان يقول لو كان ما يقول محمد حقا لنزل علي أو على أبي مسعود يعني عروة ابن مسعود وكان يكنى بذلك وهذا باب آخر من إنكارهم للنبوة وذلك أنهم أنكروا أولا أن يكون النبي بشرا ثم لما بكتوا بتكرير الحجج ولم يبق عندهم تصور رواج لذلك جاءوا بالإنكار من وجه آخر فحكموا على الله سبحانه أن يكون الرسول أحد هذين وقولهم هذا القرآن ذكر له على وجه الاستهانة لأنهم لم يقولوا هذه المقالة تسليما بل إنكارا كأنه قيل هذا الكذب الذي يدعيه لو كان حقا لكان الحقيق به رجل من القريتين عظيم وهذا منهم لجهلهم بأن رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس بالتخلي عن الرذائل الدنيا والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزخرف بالزخارف الدنيوية فأنكر سبحانه عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك وفيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم بنزول القرآن العظيم على من أرادوا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا قسمة تقتضيها مشيئتنا المبلية على الحكم والمصالح ولم نفوض أمرها إليهم علما منا بعجزهم عن تدبيرها بالكلية ورفعنا بعضهم فوق بعض في الرزق وسائر مبادئ المعاشي درجات متفاوتة بحسب القرب والبعد حسب ما تقتضيه الحكمة فمن ضعيف وقوي وغني وفقير وخادم ومخدوم وحاكم ومحكوم ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ليستعمل بعضهم بعضا في مصالحهم ويستخدموهم في مهنهم ويسخروها في أشغالهم حتى يتعيشوا ويترافدوا ويصلوا إلى مرافقهم لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر عليه ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا وهلكوا فإذا كانوا في تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيا الدنيا وهو على طرف التمام بهذه الحالة فما ظنهم بأنفسهم في تدبير أنفسهم وفي تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناطي العيوق ومن أين لهم البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بأمرها وفي قوله تعالى نحن قسمنا إلى آخره ما يرتد إلى عدم الانكباب على طلب الدنيا ويعين على التوكل على الله عز وجل والانقطاع إليه جل جلاله فاعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل ورحمة ربك خير مما يجمعون أي النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الدنيا فالعظيم من رزق تلك الرحمة دون ذلك الحطام الدني الفاني وأنت تعلم أن كثيرا من الناس اليوم على ما كان عليه أهل الجاهلية في هذه الخصال فتراهم لا يعتبرون العلم إذا كان صاحبه فقير الحال وينظرون إلى الغني ويعتبرون أقواله ولله در من قال رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم في الهامش هو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش ازدراء الفقراء التسعون ازدراء الفقراء فأنزل الله سبحانه قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أقول هذه الآية في أوائل سورة الأنعام وبيان معناها متعلق بما قبلها وهو قوله تعالى وأذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعنهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار المذكورين لعنهم ينتظمون في سلك المتقين نغي عن كون ذلك بحيث يؤدي إلى طردهم ويفهم من بعض الروايات أن الآيتين نزلتا معا ولا يفهم ذلك من البعض الآخر فقد أخرج الإمام أحمد والتبراني وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقال يا محمد أرضيت هؤلاء من قومك أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أنحن نكون تبعا بهؤلاء اتردهم عنك فلعلك انتردتهم أن نتبعك فأنذل الله تعالى فيهم القرآن وأنذر به الذين إلى قوله سبحانه فتكون من الظالمين وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل وغيرهم عن خباب قال جاء الأقرع ابن حابس التميمي وعلينة ابن حصن الفزاري فوجب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في أناس ضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فخلوا به فقالوا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب به فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا قعودا مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم معنا فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال نعم قالوا فاكتب لنا عليك بذلك كتابا فدعا بالصحيفة ودعا علي ليكتب ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل بهذه الآية ولا تطرد الذين إلى آخرة ثم دعانا فأتينا وهو يقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قاما وتركنا فأنزل الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتأمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم من فضلك تابع بقية المادة وأخرج ابن الميجر يغيره عن أكريمة قال نشى عتبته وشيدته وشيدته ابن ربيع وقربه ابن عبد عمر بن نوفل والحارف بن نوفل ونطعم ابن علي في أشراف الكفار من عبد منافد إلى أبي طالب فقالوا لو ألبنا خيكا قرد عنا هؤلاء الأعبد والحلفاء كان أعظم له في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقه فذكر ذلك أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب لو فعلت يا رسول الله حتى ننظر ما يريدون بقولهم وما يصيرون إليهم من أمرهم فأذل الله سبحانه وأذل به الذين يخافون إلى قوله سبحانه أليس الله لأعمل بالشاكرين وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى حغيفة وحويحا مولى أسيد والحلفاء ابن مشعود والمقدار ابن عمر وواقض ابن عبد الله الحنغري وعمر ابن عبد عمر ومرفد ابن أبي مرفد وأشباههم ونزل في أئمة الكفر من قريش والميال والحلفاء وكذلك فتم بعضهم ببعض فلما نزلت أقبل عمر فاعتذر من مقالته فأنزل الله تعالى وإذا جاءت المذين يؤمنون بآياتنا وقوله ما عليك من حسابهم من شيء جلة معطربة بين النهي وجوابه تقريرا له ودفعا لما عسى أن يتوخم كونه مسوغا لقرب المتقين من أقاويل الطايل في دينهم كذب قوم روح حيث قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراغلنا بادي الرأي والمعنى ما عليك شيء ما من حساب إيمانهم وأعمالهم الباطنة كما يقوله المشركون حتى تتصدى له وتبني على ذلك ما تراه من الأحكام وإنما ضيفتك حسبما هو شأن منصب الرسالة النظر إلى ظواهر الأمور وإجراء الأحكام على موجدها وتفيد البوافل وحسابها إلى النطيف الخبير وظواهر هؤلاء دعاء ربهم بالغضاق والعشي ورؤي عن ابن زيد أن المعنى ما عليك شيء من حساب رزقهم أي من فقرهم والمراد لا يدرك فقرهم شيئا ليصح لك الإقدام على ما أراده المشركون منك فيهم وقوله وما من حسابك عليهم من شيء عطف على ما قبله وجيء به مع أن الجواب قد تم بذلك مبالغة في بيان كون انتفاء حسابهم عليه ينظمه في سلك ما لا شبهة فيه أصلاً وهو انتفاء كون حسابه صلى الله عليه وسلم عليهم فهو على طريقة قوله سبحانه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون في رأيهم وقال الزمخشري إن الجملتين في معنى جملة واحدة تؤدي مؤدة ولا تزر وازرة وزر أخرى كأنه قيل ما تآخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه وحينئذ لا بد من الجملتين وتعقب بأنه غير حقيق بجلالة التمزيل وقوله فتكون من الظالمين جواب لله انتارهم الملائكة والوحي والرسالة والبعث الحادية والتسعون عدم الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والكلام على ذلك مفصل في التفسير وكتب الحديث والعقائد والآيات في ذلك كثيرة منها قوله تعالى زعم الذين كفوا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير ومن الشعر الجاهدي في إنكار البعث والنشور وماذا بالقليل قليل بجر من الشيزة تزيل بالسلام وماذا بالقليل قليل بجر من القيمات والشرب الكرام تحييل السلامة أم بكر فهلي بعد قومي من سلامي يحدثنا الرسول بأننا سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي وقال آخر حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمري ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى في سورة الصافات وإذا متنا وكنا قرابا وعظاما فإلا مبعثون أو آباؤنا الأولون وقد تكلمنا على معتقدات الجاهلية وأجيالهم في غير هذا الموضع إيمان بالجبت والطاروت الثانية والتشعون الإيمان بالجبت والطاروت الثانية والتشعون الإيمان بالجبت والطاروت وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين قال تعالى في سورة النساء ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاروت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلا والمقصود هنا أن جهلة الكتابيين كانوا يقولون للمشركين أنتم أهدا من المسلمين وما عندكم خير مما عليه محمد وأصحابه وترى المتصوفة والولاة اليوم على هذا المنهد يقولون أن دعاة أهل القبور والولاة خير ممن ينع عن ذلك من أهل التوحيد وإفاء السنة كتمان الحق مع العلم به الثالثة والتسعون كتمان الحق مع العلم به كما حكمناه ذلك عن أحبار بل الإسرائيل من اليهود والنصارى فقد كتموا ما ورد في كتبهم من البشائر المحمدية وهم يعلمون بورودها وذكرها في كتبهم والكلام في هذا الباب مفصل في الجواب الصحيح لشيخ الإسلام فعليك به فإنه كتاب لم يؤلف مثله القول على الله بلا علم الرابعة والتسعون القول على الله بلا علم وهي أساس كل فساد وأصل الدلال وأكثر الناس حظا من هذه الخصلة الجاهلية مبتبعة المتكلمين فقد تكلموا في الصفات الإلهية بما لم ينزل الله به من سلكان وأول نصوص الشريعة بما تهواه أنفسهم كما فعله الرازي في كتابه أساس التقديس وجزلناه شيخا إسلام خيرا فقد رد عليه ونقض أساسه وسجن دمانه وجهنه وبيق أنفاسه ولولا دفه الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض التناقض الخامسة والتسعون التناقض الواضح قال تعالى في سورة القاف بل تذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وهكذا أهل البدع من الغلاة وغيرهم يدعون الإسلام ويعملون أعمالا تناقض ما هم عليه من الدين التهانة وما في حكمها السادسة والتسعون والسابعة والتسعون والثامنة والتسعون والتاسعة والتسعون والمئة العيافة والطرق والطيارة والكهانة والتحاكم إلى الطعوط ونحو ذلك وقد تكملنا على هذه الأمور في كتابنا بلوغ الأرب في أحوال العرب بما لا نزيد عليه وذكرنا هناك أوابضهم وقرافاتهم وسائر ضلالاتهم وكل ذلك من أعمال جهلة المسلمين اليوم وهم يحسبون أنهم يحسنون السمع وغالب مسائر الأصل رؤوس مسائل في كتاب اقتباء الصلاة المستقيم ومن أراد التفصيل فليرجى إليه وهذا آخر ما أردنا شرحه من المسائل التي أدخلها الإسلام والحمد لله ولي الإنعام والصلاة والسلام على خير الأمام ومسباح الظلام على آله وصحبه ومن تدعهم بإحسان في خمسة ذو الحجة وهو يوم الخميس بعد الظهر من سنة 1325 فجرية انتهى كتاب مصائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوحاب وشرح السيد محمد شكر الألوشي انتهت هذه المال ولكم تحيات أطوانكم في شبكة الألوش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا